اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن هنا لا نتحدث عن الانتخابات ولا عن اطرافها ولا عن نتائجها ولكن نرصد بعض الظواهر التي تجعل من الاهل هو المعلم دائما اهلا بك عزاء المشاهدين وهذه الايام المشهودة من تاريخ الاهل العريق هي ايام بالفعل مشهودة ايام مشهود للاهل فيها بكل هذا النقاء بكل هذا الانتماء بكل هذا الوعي المتدفق من هذه الحشود الحادرة من الجمهير وعشاق واعباء الناد الاهل هي بالفعل جمعية تاريخية جمعية سجلت رقما قياسيا ناصعا وبارزا في تاريخ الناد الاهلي بلعله في تاريخ كل الاندية المصرية ان يحضر لاجتماع الجمعية الاممية للناد الاهلي نحو 37 الف عضو في 9 ساعات فقط فده رقم قياسي كبير جدا بالاشارة الى انه رقم جمعية نادي الزمالك الشقيق قبل ايام كانت قد سجلت 42 الف وكسور لكن كانت عقدت على يومين امتدت 26 ساعة 26 ساعة جابت 42 الف الاهلي في 9 ساعات فقط جاب 37 الف عضو رغم كل هذا الزحام رغم كل هذا الحشودة باشموندس كان السلوك الاهلي رائعا جمعية يعني يدخل بها الاهلي عصرة التاريخ والتحدي والريادة كدأبة حشود وزحمة واسرار من الكبار والصغار على الحضور والتواصل لم تكن المشكلة دخل النادي الاهلي والزحام فقط ولكن ايضا كانت صعوبة الوصول اصلا الى النادي الاهلي كخطوة اولى ثم الى مقر اللجان الانتخابية كخطوة ثمانية الناس كانت بتنزل عند كبرى قصر الليل وعند المعرض وعند فوق كبرى ستة اكتوبر رجال وسيدات يا أستاذ ابراهيم انا كنت مخطط ان انا مثلا اروح اعود لي ساعتين ثلاثة قدلي بصوتي وامشي عندما اهم بالتحرك اجد سيدة تتحمل عن نفسها على عكازها ابنها يسندها فتلهمني فقول هستنى شوية يعني هي يحزن مني هعود لي ساعة ولا ساعتين ابو الصلاقي راجل جاي على كرسي متحرك يقولي انا اطالع من المستشفى عشان ادي صوتي وارجع يلهمني وظلت هذه المظاهر تسلمني الوحيدة والاخرى البعضها حتى انتهت العملية الانتخابية وشعرت بطاقة لم تكن لديا ولم اكن اتصار لديا واقعدت بعد الفارس وروحت ساعة الفجر من الفجر الى الفجر دون ان اشعر بالتعب الى تاني يوم ولما صوت اتحبس من الارهاق والبرد لكن كل ده كان بيحسسني بالفخر لان جمعية عمومية شهادنا فيها كبار السن والناس اللي يعني لا ده ده فيه بصها استاذ ابراهيم حدست بعض حالات الاغماءات وستات باطفالها وامهاتها وكتبها وستعلهم وحاول وجدهم مخرج وسلمهم لشباب عشان يعني كانت عملية اختناخ تقريبا كذا مرة يعني فوراعم هذا صمود ايه واسرار ايه انه لما يعني شعرت ان الاهلي له من يحميه وهي اعضاؤه وجمعيتها العمومية ايضا هذا التلاحم العجيب بين الجماهير وبين الاعضاء واللي هنشوفه دلوقتي حتى في لحظة اعلان النتيجة والناس بتقول يعني جمهور دا حماه في داخل القاعة وكأنهم تحولوا جميعا الى جماهير مشهد هائل جدا وفي شوات صور هو دا اللي بيستوقفني واظن عندك العديد من هذه النمازج تحكيها لنا الحقيقة هو ليس كلاما في الانتخابات جامل مهندس عدلي اشار منذ قليل احنا ما بنتكلمش على الانتخابات على النتائج على التقييمات على اسباب النتائج والظروف لكنه نرصد اهم النقاط المضيئة في هذا اليوم المشهود هذه النقاط المضيئة من اجل هذه الجمعية العمومية الوعي وعيا الحقيقة يعني اذهل الجميع وادهش للكل في زواهر كتيرة جدا قبل ما نتطرق اليها في هذه الحلقة التي تحمل عنوانا واحدا هو الاهل المعلم هو الاهل المعلم بكل معاني الكلمة لكن خلينا نترحم كثيرا على اتنين من اعضاء النادي انتقل الى جوار ربهما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم الاتنين كانوا حاضرين لغاية اللحظات الاخيرة شاركوا في الجمعية العمومية بل انه الحج محمد وزة واحد من مشجعي واعضاء النادي الاهل البارزين تلاقوه دايما وابدا موجود في كل المباريات رجل المدرجات الدائم انتقل الى جوار ربه بالامس كما انتقل ايضا الى جوار ربه سبحانه وتعالى الحج مصطفى زدان حج مصطفى زدان واحد من الاعضاء النشطاء جدا كان حريصة على متابعة حتى الجمعية العمومية لغاية لحظاتها الاخيرة انتقل الى رحمة الله سبحانه وتعالى ايضا بندعو بالشفاء العاجل باذن الله تعالى لثلاثة من محبي وعشاق ومسانيد الاهل في كل الظروف ده محمد وزة حج محمد وزة الحج حليم ربنا يدي له صحة يا رب ويشفيه باذن الله تعالى والكابتن ابراهيم الشيخ وعم نصار عم نصار فؤاد عامل النادي الاهل المختص من عقود طويلة ببيع مجلة الاهل على بوابة النادي ايضا يرقد في المستشفى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن بالشفاء العاجل على الحج حليم وعلى الكابتن ابراهيم الشيخ وعلى عم نصار وعلى كل مريض باذن الله تعالى باش من نصار اذا كانوا دول اللي احنا نعلمهم فهناك اخرون لا نعلمهم اي ولكن الحرص الشديد عندما يشعر عدو جمعية العمومية بان له دورا يجب ان يلعب في هذه اللحظة وانه نديه يستدعيه النتائج فوق التصورات واكثر مما نتوقع واذا كنا متصورين نفسنا بنحب الاهل لا ده في ناس بتحب الاهل اهدنا عشر مرات صحيح اولئك الذين تحملوا على انفسهم وتغلبوا على الامهم وعلى اعاقتهم وعلى مصاعبهم الورضية وعلى مرحلهم السنية في مشقة هائلة تبدأ من الوصول الى النادي ثم الوصول الى الخيمة ثم الادلاء بصوت ثم الخروج منها صحيح وعلى ذكر هذا الدور الكبير في تنظيم هذه العملية التاريخية والقياسية في نعقاد الجمعية العمومية للنادي الاهلي لا يفوتنا ايضا ان نتوجه بالشكر والتقدير الى قضاة النيابة الادارية ورؤساء النيابة الادارية الذين اشرفوا على هذه العملية الانتخابية النظيفة كان في هذا الحجد الكبير من رجال النيابة الادارية بقيادة المستشارين المستشارين المستشار احمد مرسي والمستشار حسن عرائي الحقيقة بزلوا جهود كبيرة جدا من اجل الفروب بهذا المشهد بشكل رائع يعني الحقيقة ضرهم هائل وسيطرتهم بحيدة صحية وحسم ولولا هذا الحسم وهذه الحيدة يعني كانت ظهرت كثير من المشاكل صحية ولللحظات الاخيرة الجميع يؤدي واجبه في تركيز وصرامة وعدالة يعني يشهد بها الجميع حتى اولاك الذين كانوا تخوفوا في لحظات ما لم يسعى اي شخص اللي ان يقر بانها جاءت عملية انتخابية شفافة ونقية ومنضبطة ده المستشار احمد مرسي وهو يعلن النتيجة النهائية او يمكن لحظات اه دي لحظات اعلان النتيجة وحنسمع الشوت لحظة اعلان النتيجة عملية الابتراع التي تمت يوم الخميس الموافق 3011 2017 على النحو التالي ويكون مجلس ادارة النادي الاهلي بعد انتهاء عملية الابتراع والفرزة على النحو التالي الكابتن محمود ابراهيم ابراهيم الخطيب رئيسا نائب الرئيس العمري فاروق محمد عبد الحميد منصب امين السندوق خالد محمد علي الدرندلي اعضاء فوق السند خالد عبد المحسن كامل مرتقي محمد 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 عمر محمد عمر محمد الدماطي راني عمر مصطفى علواني ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي طارق حسن عبد الحميد حسن انديل جهر نبيل جهر محمد اعضاء تحت السند محمد كامل عبدالقادر الجرحي محمد زكريا عبيد سراج الدين مهند مجدي محمد عبدالعزيز واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ده المستشار احمد مرسي وهو يعلن النتيجة لكن الجديد النهاردة تحديدا تلقت ادارة النادي الاهلي خطاب الاعتماد من اللجنة الاولمبية باعتماد نتائج هذه العملية الانتخابية وتشكيل مجلس ادارة النادي الاهلي الذي يقود النادي ابتداء من الاول من ديسمبر 2017 وحتى 2021 ان شاء الله فبس عشان نوضح لناس اهمية اعتماد اللجنة الاولمبية لا يصبح ما تسفر اليه الجماعة العمومية من نتائج قانونا ملزما ولا تسلم الناجح مسؤوليته الا بعد اعتماد اللجنة الاولمبية لعملية الانتخابية والحقيقة يحسب لقضاة النيابة الادارية ما مشيوش من اللجنة او من النادي لغاية الساعة خمسة ونص الصبح الا بعد ما انهو كل الاجراءات او كل النواحي الاجرائية باعتماد محضر الجلسة وبالحصول على توقيع المدير التنفيذي للنادي على كل الاوراق عشان كده اتموا كل الاجراءات من الناحية القانونية فلما الخطاب راح لللجنة الاولمبية ما اخدش اي وقت انه كان مستوفي كل الشروط والنواحي الاجرائية ومن ثم ردت اللجنة الاولمبية اليوم بخطاب الى النادي الاهلي السيد الاستاذ محمود ابراهيم الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي للرياضة البدنية محافظة القاهرة بالاشارة الى كتاب سيادتكم الوارد لللجنة الاولمبية المصرية بشأن اعمال الجمعية العمومية العادية لنادي الاهلي بمقر النادي تلاتة شارع صالح سليم بالجزيرة القاهرة والتي انعقدت بتاريخ الخميس الموافق 3011-2017 والمتضمنة تنبند الانتخاب لمجلس ادارة جديد لدورة 2017-2021 برجاء لحاطة انه تم عرض كافة اجراءات الانتخابات ومحضر اعمال الجمعية العمومية للنادي المنعقدة بتاريخ 3011-2017 على اللجنة المختصة وانتهى رأي اللجنة الاولمبية المصرية الى انه لا مانع من اعتماد فوز السادة التي اسمأهم بالانتخاب بناء على قرار الجمعية العمومية ليكون تشكيل مجلس ادارة النادي الاهلي للرياضة البدنية على النحو التالي واحد السيد محمود ابراهيم ابراهيم الخطيب رئيسا لمجلس الادارة السيد العمري فاروق محمد عبد الحميد نائبا لرئيس المجلس السيد خالد محمد علي الدرندالي امينا للصندوق السيد خالد عبد المحسن كامل مرتاجي عضو فوق السن السيد محمد 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 الدماطي عضو فوق السن السيدة رانيا عمر مصطفى علواني عضو فوق السن السيد ابراهيم كامل كامل السيد الكفراوي عضو فوق السن السيد طيط طارق حسن عبد الحميد حسن انديل عضو فوق السن السيد جوهر نبيل جوهر محمد عضو فوق السن والسيد محمد جمال عبدالقادر عبد البصير الجرحي عضو تحت السن والسيد محمد زكريا سراج الدين عضو تحت السن والسيد مهند مجد محمد عبد العزيز عضو تحت السن وتفضلوا بقبول وافر الاحترام رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب بتاريخ اليوم وساعتي إذا رسميا منذ اليوم هناك مجلس إدارة جديد لفترة أربع سنوات دورة كاملة بإذن الله مجلس منتخب أرجو أن كلنا وإحنا بنطوي أثار العملية الانتخابية بنقول كلنا لا توجد لأي مشاعر لا إيجابية ولا سلبية وأحنا أنا وإنت مؤكد طبعا طول ما إحنا ماشيين الناس بتكلمنا أيوة بقى عادي نشوف بقى أيوة مش عارف إيه قولونا بقى كل الناس اللي كانت متصورة إن إحنا جايين ويغلفنا لغة معينة فيها شماتة أو استعلاء أو أي هذه المشاعر لا يعرفها الأهلوية الحقيقيون وتتنافى مع مبادئ الأهلي علينا جميعا إن إحنا نقول للكسبان ربنا وفاك وإحنا معاك والخسران هر لك قديت ما عليك بقدر ما استطعت ولكن الإجتهاد الأكبر كان للجمعية العمومية بخلاف هذا أي كلام سلبي مش عايزينه مش عايزين نقعد بقى لا نتري على بعض ولا ننظر على بعض ولا نتبادل تعمل نطوي الصفحة ونخط إيدنا في إيد بعض ونفكر كلنا أن هناك قارب يريد أن يصل إلى بر الأمان علينا أن نجدف جميعا في نفس الاتجاه بكل قناعتنا خلاص النادي الأهلي لدي المجلس هو ده الأهلي اللي نعرفه طول عمرنا علينا أن نشكر من بذلوا الجهد واكتهدوا علينا أن نتمنى الخير لمن هم في محل المسئولية الآن اللي هم ربنا يعنكوا ونبتدي نعيش حياة طبيعية لا يجمعنا جميعا إلا حب النادي الأهل جميعا بلا تميز فأرجوكم اللي عنده حاجة سلبية من فضلكم يخلينا نفسه ما فيش داعي بقى نقعد يعني خلي بالكوا الرياضة ما فيهاش أن الفائز يتعالى أو المهزوم ينكسر أو الغير فائز ينكسر بالعكس الغير فائز يتعلم الدرس ويحاول ينهض يعني يشوف إيه السبب في عدم تفوقه والكسبان يشوف إيه أسباب تفوقه ويدعمها ودون استعلاء علينا جميعا أن احنا نفكر في النادي الأهلي اللي بينتظر مننا كل الجهد ولي بينتظر أن احنا مدرس إدارة يطورهولنا على كل المستوات الرياضية والكروية والإنشائية والخدمية بالتأكيد بالتأكيد وبالتأكيد أي مشاعر سلبية ليست أهلوية أي مشاعر من التشفي من الحقد من ممارسة أي نوع من السلب في التعامل مع نتيجة انتخابات دي مسائل مرفوضة باعا وزراعا المؤكد أن الاحترام المؤكد أن نحن أن نحن بنقول للمجلس الإدارة الجديد أهلا وسهلا بنشد على إيده بندعمه بنسنده بنقف معاه بل بنقف قدامه كحائط صد قوي جدا لصالح النادي الأهلي كما أيضا نتوجه بالشكر للمجلس الإدارة السابقة الذي انتهت ولايته والذي قالت بشأنه الجامعية العمومية كلمتها بنشكره على كل جهد بوزل من أجل إسعاد النادي الأهلي وإسعاد أعضاؤه وراحت جماهيره ده النادي الأهلي ودي سوابة النادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي الكبير جمهور ملك وكتاب الحقيقة اللي بيطوق أعناقنا بجميل كبير جدا وبيدعم مسيرة هذا البرنامج من بدايته لابد أن نحن نتواصل معاكم لابد أن نفتح أفاق الحوار ونستمع إلى أراءكم عشان كده النهاردة تحديدا هيكون فيه فرصة لسمع أكبر كم من اتصالات حضراتكو على الرقمين 3 8 3 5 6 5 3 8 3 5 6 6 وفيه 3 8 3 5 6 5 6 الرقمين دول هتلاقيهم موجودين معظم وقت الحلقة على الشاشة هتحاولوا تتواصلوا معنا لكن برجاء مفيش أي أساء مفيش أي خروج عن نص مفيش أي كلام يخرج عن نطاق المسئولية وقيمة وصورة النادي وليه أي كلام في الانتخابات واللي قالوا واللي عادوا كلام ده انتهى انتهى بالظبط فالنا الصفحة دي العجل يفخر بناديه يفخر بناديه اللي عايز يسأل على حاجة يسأل ولكن اعذرونا أي خروج عن هذا الاتجاه في تعليمات ان الخط تقطع فور فمن فضلكم وربما لا يتوقف الامر على قطع الخط يعني يعني مش عايزين غير ان احنا نشرف النادي الاهلي ونوري الناس ازاي النادي الاهلي بستطيع ان يتنافس ثم يلتحم ليؤدي رسالته هنقول لكم بعض الاخبار السريعة برضو عشان تطمنكم على فرقة الاهلي وعلى استعداد الفريق لمباراة الاربعة مع الاسيوط ان شاء الله الاهلي كمان هو المعلم حتى في مسيرته الكروية شايفينه الحمد لله بنتائج جيدة جدا باداء نقول اخبار ولا نقول تلفونات الناس حشة تلفونات ناخد مصطفى من القاهرة بس ياريت سريعا اتفضل امصطفى السلام عليكم استاذ ابراهيم وعليكم السلام بمس على حضرتك وبمس على كابتن عدلي اهلا بيك انا عايز اقول ان هو ده النادي الاهلي وهي دي اخلق النادي الاهلي اه ان احنا اللي فات راح خلاص واببارك لكابتن محمود الخطيب ومجلسه وبقول للمهندس محمود طاهر شكرا على انت قديته وبنشكر حضرتك وفي مرة تانية ان شاء الله يكون دورك هو اللي موجود هنشجح حضرتك وانسان دك وهو ده النادي الاهلي اللي احنا عايزينه شكرا على استاذ مصطفى استاذ محمود من المنوفية الله سلام عليكم وعليكم السلام يا ريت نختصر السلام وصل مبدئيا بس نختصر عشان ناخد اكبر وقت من حضراتكم انا بس باهمي الكابتن محمود الخطيب بيبو بالفوز وبشكر الكابتن محمود طاهر على مجهوده وبجد بجد انه يا لعيب بالفوز شكرا شكرا انا ساذ محمود ياسر من الجيزة فستاذ ياسر ساذ ياسر السلام عليكم السلام ورحمة الله هلو ايوه ازاك 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 اهلا بيك اهلا بيك محمود طبعا وعايز احيي الجمعية العمومية انها عبرت عن جمهور النادي الاهلي مفيش فرق بين الاهلي الجمهير وجمعيته العمومية جمهور الاهلي واحد والاهلي فوق الجميع شكرا شكرا يا خالد شكرا منين يا سابت يا الله يا سيد سابت اتفضل انا خالد يا خالد خيري خالد خالد اتفضل يا خالد اتفضل انا بحب بارك لنفسي وبارك لحطيك على الكابت المحمود الخطيف وده ما ده لك خالد جميعا شكرا شكرا يا خالد محمد من اسكندرية محمد أيوا سلام عليكم وعليكم السلام الله يخلي اتفضل اه والله طبعا انا يعني بهني مجلس الادارة الجديد بقيادة اسطوريتنا كابتن محمود الخطيب وبمسي على كابتن عدل بقية وحضراتك والستاذ ابراهيم شكرا واستاذ عدلي انا مش عارف انت لا تتخيل انا بعشقك ازاي سيدي الله يخليك بالنسبة لي مسألة اعلى غير طبيعية ارجو ان نكون على قدر هذا الحب يعني وهذا التقدير اه كنت بعد اذن حضراتك كنت عايز اخذ رأي حضراتك في حاجة فضل اه طبعا الفترة اللي فاتت شفنا قد ايه نتيجة التطور الاجتماعي ان السوشال ميديا مؤثرة جدا 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 في الاحداث دلوقتي خصوصا الرياضية وطبعا في الانتخابات في الفترة الاخيرة شفنا قد ايه ان هي شكلت تقريبا يعني بس خش في الاقتراع عشان فيه تليفونات عمال يقول للمخرج اه يعني انا بس بكل الفكرة هل فيه امكانية برنامج حضرتك مالك وكتابيات بنى مبادرة يخاطب بيها الوعي الجامعي الاهلاوي ان هو ازاي يتعامل في الفترة دي مؤكد مؤكد شكل ما يشكلش ضغط سلبي على النادي بالزبط كده وده انت لمست نقطة احنا مهتمين بها جدا لانه الحقيقة الحقيقة ان عند ساعة الجد هديك شايف كل الرسائل الاجابية والناس بتستجيب ارجو ان نقوم بدورنا في هذا الاتجاه محمد بن كافر الشيخ ايه فضل هلو ايه يا ساز محمد اتفضل كابتن عدلي اتفضل يا حبيبي مساء الخير يا فن مساء النور يا حبيبي احنا بنكفر الشيخ يا فندم احنا بنحيي كابتن بيبو حبيبنا حبيب الملايين وندرك له على انه اذا اتفضل اه نفسنا يا فندم قناة الاهلي تنزل المدن وتنزل المحافظات وتنزل تغطي الناس اللي بتحب الاهلي والناس اللي بتحب موراة الاهلي والله اقتراح كواسي الاهلي في المحافظات ممكن ممكن نشوفها تتعمل ازاي ممكن بعض الاحيان كده في احداث معينة الكاميرا تنزل في المحافظات ترصد اتفضل مين شكرا محمد هنقول بعض الاخبار ونرجع لحضارك بس الاول عايزة ارصد حاجة سازة براهيم بصة سازة براهيم ملاحظة النغمة بمجرد ما قولنا التوجيه الناس بتستجيه ماشيين ضباط وماشيين على نفس النغمة صحيح وهذا يوضح تأثير الاعلام عندما يريد الاعلام ان ياخذ الناس في الاتجاه الايجابي يستطيع صحيح الناس مستجيبة صحيح كله ماشي بمنتهى التهزيب ومنتهى التقدير على مصطرة واحدة طيب الاهلي هو بيستعد ان شاء الله لمباراة الاسيوت يوم الاربع تأكد غياب محمد الشناوي حارس المرمى عن هذه المباراة لانه الدكتور خلد محمود طبيب الفريق قال ان الشناوي يعاني من اجهاد في العدلة الضمة ونصحوا بعدم المشاركة في المباراة قيمة مصابين مطولة ايضا لانه ساعد سمير وجونير اجايه الاتنين اكتفى اليوم بأداة بعض التدريبات الجارية حول الملعب عندهم اصابة خفيفة كابتل حسام البدري خصص لهم تدريبات استشفائية وان شاء الله يكونوا جاهزين للمباراة احمد فتح لنجم الدولي الكبير غاب عن مران الفريق الجماعي صباح اليوم وحصل على اذن من الجهاز الفني عن هذا الغياب الطارئ بينما كابتل حسام عشور وصبر رحيل وايمن اشرف السلاسي غابوا ايضا عن المران الجماعي بسبب زحمة المواصلات وصعوبة الوصول الى النادي في موعد المران الصباحي واضح ان كانت الشبورة المائية مؤثرة جدا على حركة المرور الشبورة هي اخطر ما فأدت الى ازدحام الطرق وتعذر وصول حسام عشور وصبر رحيل وايمن اشرف للنادي في موعد المباراة وتواصلوا مع الجهاز الاداري واعتذروا عن موعد التمرين واعتذروا عن التأخير بينما بسم علي الزاهير الايمن انتظم في تدريبات فريقه النهاردة في استاد مختارة تيتش بعدما كان غاب عن المران لظروف خاصة حصل على اذن بسببها امبارع مران محسن للمهاجم الدولي العائد من اصابة طويلة ابعدته عن الملاعب بعد اجراحة في الرباط الصليبي غاب عن مران الفريق النهاردة بسبب ايضا التدريبات التأهلية اللي اداها في الجيم بناء على البرنامج الخاص به كابتن سيد عبد حفيز مدير الكرة بيعلن تغريم صالح جمع نجم الفريق مئة الف جنيه وفقا لللاقيحة وبيقول كابتن سيد عبد حفيز التدريب الخاص باللعيبة المستبعدين من المباريات هو تمرين جاد ومهم واي لعب هيغيب عن مران المستبعدين بدون اذن هيكون غرامته مئة الف جنيه حسب اللقيح ده يمكن حالة الفريق قبل مباراة الاسيوطي اللي بيتطلع الاهل فيها بإذن الله للفوز يوم الاربع ومواصلة الزحف نحو صدارة المسابقة والدفاع عن اللقب بإذن الله صحيفة ديل ستار البريطانية بتؤكد على انه في تحركات جادة جدا من ريال مدريد نحو ليفربول لشراء عقد محمد صلاح وبتقول الصحيفة البريطانية ديل ستار في تقرير لها ان ريال مدريد لا يمانع في تقديم خدمات لعيبه الشاب لوكاس فاسكز الى ليفربول بجانب دفع 40 مليون يورو للحصول على خدمات الفرعون محمد صلاح في الانتقالات الشتوية في الشهر الخادم بسم الله ما شاء الله وكل مجتهد النصيب وارترى الصحيفة البريطانية انه السرعة الهائلة لمحمد صلاح ولفت الانظار اليه بقوة في الدوري الانجليزي بترجح كتير كافته لدى مسؤول الريال مدريد لضعف الاداء الهجومي للسلاسي جارث بيلو كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو فعندهم رغبة في التعاقد مع صلاح بسرعته الهائلة اللي مكنته من تصدر قائمة هداف الدوري الانجليزي في الوقت الحالي ب12 هدف سجل بالاضافة الى كده 17 هدف في مختلف المسابقات وتوج صلاح بجائزة افضل لعب في شهر نوفمبر الاخير في الدوري الانجليزي احسن لعب في الدوري الانجليزي كله في شهر نوفمبر محمد صلاح هذا النجم المصري الرائع بشماندس حاجة حلوة ودي ثمرة الالتزام لما بيقول الناس لو عندك موهبة وتعرف كيف تديرها بشكل فيه التزام وطموح هذه النتيجة ليس ابرع اللاعبين ولكنه قطعا اكثر اللاعبين ادراكا لقيمة موهبته ايوه فستطاعا يديرها بالشكل اللي فيها نموه مضطرب ايوه ويستفيد من المهارات الخاصة في السرعة والقوة والرؤية على المرمى ما فيش نواحي استعرضية ولا جمالية في لعبه لكن فيه فعالية شديدة جدا وهو ده نوع لاعب الكرة الحديث الذي يتهفت عليه الاندية كل التوفير محمد صلاح وكل التوفير لمنتخبنا الوطني في كأس العالم بإذن الله زي النهاردة لكن في الاول من ديسمبر سنة واحد وستين الاهلي فاز على الزمالك تلاتة صفر باهداف صالح سليم وطاه اسماعيل ومحمود الجوهري الكباتن الكبار لكن كمان في تلاتة ديسمبر الف تسعمائة تلاتة وتسعين الاهلي فاز على افريكا سبورت الافواري واحد صفر دي مباراة كانت في البطول الافريقى للاندية ابطال الكوس سجل الهدف عادل عبد الرحمن نفتكره المترجمات لكي بردرسة 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 اهو باينة جدا فا احساب ومجد اعطار جد الجزاء وعادل عبد الرحمن وضول وضول يا يا عادل عبد الرحمن ويجيب اول طول الناس الاهل النهاردة واول اهزاق المباراة وقلت لحضاراتكم ان كل دقيقة بتمر من المباراة والاهل متعادل فهي في فرع الناس الاهل بعد كده اثبت عقاب اهفكسور يطلع اثبات الاهل ويضغط ويأحرط هدف غالي وعاجز ويأحرط 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 الحياة بمناسبة هدف عدل عبد الرحمن وحماسه في الملعب وجريه واللي كان برا على الاحتياطي ايمن شاوي واحد من النجوم اللي اليوم كان طيبة جدا عند الناس كلها وكان حرصه على انه يجي يشارك في العملية الانتخابية وهو عايش في امريكا فييجي من امريكا لمدة 48 ساعة في مصر عشان يقدي يدل بصوته ويقدي واجبه تجاه نديه ويسافر تاني يوم دي مسألة ما يعملهاش كان دائما بينظر الى لعبة الكرة انهم مش متفاعلين على المستوى دا بتقول لعبة كرة انا اعرف ناس مش جات بقى من الاحياء في حول القاهرة دي جات من المحافظات وجات من من القارات من اسيا جوم ناس من الدول العربية من اوروبا صديقك سام المرسي افل حاجة توفيق شوف جاي منين برضو من سويسرا من اوروبا جوم من امريكا جوم من استراليا جوم من كل حتة حسام غالجي من السعودية والسعودية طيب عشان ما نلتعش بس الناس عالتليفون شوية وناخرهم معانا رامي من القاهرة رامي تفضل ايوة سلام عليكم استاذ ابراهيم وعليكم السلام اهلا بيه انا دكتور رامي خليفة اهلا اهلا دكتور اهلا دكتور اهلا دكتور اهلا تسعة وسبعين احنا وعيدتنا كلها اهلا اهلا دكتور اتفضل انا طبعا يعني سعيد اوني بكلم حضراتكم انا احكيركم بس على حاجة ان احنا كلنا ما نزلناش من تسعة وسبعين ولا مرة انتخابات عشان بس. ياه. والله زي ما بقول لحضرتك كده. تمام. احنا احنا الاحساس اللي جالنا في الخيمة يوم الانتخابات واحنا مع معاك ومع حضرتك والبشمهالدس عدلي ومع كل الكباتن ما تشوف واحد زي مثلا كابتن زكريا ناصر بولاده بامرطاتهم بكل الرموز بتاعتنا وهم عادين مع الناس يعني احنا حسنا ان احنا عيلة واحدة والله والله العظيم يا استاذ ابراهيم بدون مبلغة عيلة لما شوف ايه اللي جابر ان الولاد يعودوا لحد خمسة الصبح ان الستات تقعد لحد اساعة خمسة الصبح ومش عشان بيبوا حبيبنا والله كان عشان النادي الاهل. صحيح. هي الناس دي بتاخد بالاسباب وفهمة وعارفة الناس دي قاعدة ليه. عشان النادي الاهل ولذلك انا عشان ما طولش انا حضرتكو انا ليه السالة والباش مهندس عالي يوصلها لاعضاء مجلس الاضارة اللي في القايمة مع الكابت الخطير. فضل يا دكتور. احنا كلنا انتخبناكو عشان بيبوا قال لنا ننتخبكو. انا ما احترامي ليهم كلهم قماط وناس محترمة جدا. لازم يبقوا عارفين ان احنا انتخبناكو عشان خاطر بيبوا قال لنا ننتخبكو. فلازم يبقوا يعملو يعني حتى اللي منهم قديم وكان فيه تقصير او 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 او. لازم يورونا كل حاجة على قد طاعتهم. واحنا اسكية هوت واحنا اثبتنا ان احنا فاهمين. هنبقى عارفين كل حاجة. ودي دي سالة مهمة جدا. انتو انتخبته عشان الخطيب قال لنا بمحترامي لكل الاسامي يا استاذ ابراهيم. محترامي ليهم من سيادة الوزير الصابق. لكن رمزية الرئيس رمزية الرئيس تملي في الاهل ليها قيمتها. انا معاك. طبعا. دي 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 نمرة واحد يا كابتاني حاجة حضرتك. احنا 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 في الشيء انا احنا طبعا احنا. هو انا بس اه اه ساعات تكنيرش ما نتكلمش على الانتخابات. يعني نتكلم على اذا كان عندك اي طموح خاصة. ما زل انا جايه بقى هو. لان انا جايه بقى هو. ما انا داخل عالنقلت تاني. انا انا حضرتك احنا نصنا اللي كانوا في الجزيرة. نقل الشيخ زايد. هاحكي لحضرتك حاجة بسيطة جدا في انتخابات زايد ديت. احنا في زايد الناس ديت الاعضاء ما انا معاهم بقى لان نقلت الشيخ زايد. طيب. لهم ما كانوش حضروا فترة اه كابتن صالح وكابتن حسن وكابتن الخطيب. الناس معزورة ما حضرتهمش. فسبحان الله ساعتين ندوة في الظلمة. في الظلمة والبشمهندس عادني عارف هذا الكلام كويس. ساعتين ندوة في الظلمة. انت بتتكلم انت خابات عمل معروف. لما انا هقول لحدك بس انا عايز بس اللي جاية. الشيخ زايد. الشيخ زايد بس يبقى فيه اهتمام من الرموز وحضراتكو في الفترة اللي جاية. عشان الناس. كل 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 فروع النادي الاهلي بفروعه. وخصوصا الشيخ زايد. والتجمع بإذن الله القادم. مدينة نصر حضروا حضروكو. زايد ما حضركوه. حضر. 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 تفرى كبيرة ان شاء الله. وصلت الرسالة. شكرا دكتور رامي. وعزين التواصل. لكن مين اللي معنا. مصطفى من اسكندريا. يا سيد مصطفى. تعالوا نبعد عن الانتخابات والندوات والكلام ده. مم. فضل يا سيد مصطفى. هلو. فضل. يا فهند. مصطفى يا سيد إبراهيم. اهلا بك يا سيد مصطفى. اتفضل. اذا مسي على المشبهة اندسة عدل السيعي مسألة الاعلى الصراحة. الله يخلي حضرتكم. شكرين جدا. يا ريتا كابتن بس بتوصيل مجلس الادارة اللي بفيه جهاز كورة. يجيب لنا لعيبة كده كويسة. عشان نحسد البطولات ده الاول ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. محترم وفرقة محترمة. اتفضل. علي من بنسويف. يا سيد علي. سلام عليكم سيد سبراهيم. وعليكم السلام. اه باتحية طبعا للكابتن عدل الكهور حضرتك. شكرا. بس انا بس تفصل طبعا انك عملت مع حضرتك في الانتخابات في النادي حضرتك من الشخصيات المحترمة والكابتن ربنا اخليك ربنا اخليك. بس انا بس انا عاوز بس ثلاث دقايق من حضرتك. ثلاث دقايق. عم تتكون وصلت في الانتخابات. مجيونين مجيونين للجماعية العمومية بلا احتزال كلنا. ان احنا فرقنا بينهم وبين اه النادي ال اه وبين جماعية النادي اعلى. انه انه جماعية شماسة انه جماعية عمومية شماسة وكراسة. جماعية عضل القيعي. الاستاذ ابراهيم المينيسي. الاستاذ محمد بن حضرتك طبعا صوته رحف الانتخابات. مدام دنيا الاستاذ خالد. وبنحطي وبنتأثر طبعا لاستاذ عمري فاروق. هنا قيمة الاهل اللي بانت يا استاذ عدلي واستاذ ابراهيم. ان وزير سالك كان مسؤول عن المنظومة اكملها. يتنازل. ما تنازلش عشان خطر الخطيب. لا. هو تنازل عشان خطر النادي الاهلي يبقى نائب. وبطبعا بنحتزل للاستاذ خالد محتجي. وطبعا بس انا بس ليه اتحقيق بستاذ عدني. هي الناس بيجي لها وشوش ازباي تطلع. لا 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 لا. لا من فضلك. من فضلك. انا متفقين انه مفيش اي تناول اي حاجة. بص يا اخوانا. ارجوكم اللي عايز يتواصل معانا. اهاب من كفرشير. بيفرح بنادي ويبعد شوية قولنا عن الصراع الانتخابي ويبعد شوية عن المواقف المختلفة. احنا خلاص بنفرح بنادينا وبنفكر عزينه بقى ايه. ايهاب من كفرشيخ تفضل يا سيد ايهاب. اعلم مساء الخير. ايهاب مساء الخير. ايها حبيبي. ازاي حضرتك بنمت على حضرتك وبنبارك للكابتن بيفو. ان شاء الله يشرفنا في المرحلة اللي جاية. وانشوف النادي الاهلي اعلى واعلى باذن الله. ان شاء الله. واحنا بنتصل البدت عشان نذكر حضرتك وانبارك لمجلس الادارة الجديد. شكرين يا حبيبي. قطر. معانا احمد بن اسكندرية. سيد احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد ازاد لي معايا. ايه يا فندم. الاستاذ ابراهيم وانا. سيد ازاد لي. اهلا بيك يا عبيبي. مع حضرتك احمد سيد بن اسكندرية ازاد لي. اهلا سيد احمد فضل. انا بشكر حضرتك جدا جدا على المجهود اللي حضرتك عاملت وطبعا ده يعني ده وضيع ابناء النادي الاهلي. والكابتل الخطيب مش كابتل زعيب كرة زي ما بيقولو. كابتل الخطيب كابتل ادارة. وكابتل مبادئ وموصل ومسا. وعلى هاتف. ما احنا يعني باذن الله. اه يعني. تعارف الكابتل الخطيب والله مش عايزنا نقعد نقول كده. تصور موصيني. قال لي بلاش الكلام الكتير علينا وعلى شخصنا. خلينا نتكلم عن نادي الاهلي. شكرا لحضراتكو. هنطلع لفصل وبعد منه نرجع ازاي هو الاهلي المعلم. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي هو المعلم وفي الكرة بيعلم. بيعلم الناس كلها درس في الاستقرار. بيعلم الناس كلها درس في القدرة على مواصلة الانتصار. بيعلم الناس كلها قدرة في صناعة الاجالي الجديدة. لعله. ومعالجة الازمات خلي بالك. اه. لأهلي فاتبق ازمات لو في حتة تانية كتتهزه. صحيح. ازمات اه اه على مستوى تحكيم واتحاد كورة. وازمات بين لعيبة وبعضها. وبين لعيبة وجهاز وبين جهاز وجماهير. يعني. والنادي مشغول بالشأن الانتخابي. والنادي في عز الشأن الانتخابي. والفريق استطاع ان يعزل دون ان تشعر اه باي شيء. اه لدرجة ان اه يصل الامر بجهاز الكورة يقول اللي اللي حيتدخل في العملية الانتخابية. مليون جنيه. مليون اكبر غرام. اذا 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 هو النادي الاهلي. في قيمه ومبادئه اللي بيتورسوها. ولم اللي بيتمسك بيها بينجح. صحيح. اه. فسيد عبد الحفيز الحقيقة يقود السفينة من ناحية الادارية بكفاءة عالية. وكابتن حسام البدري ولا اروع من ناحية الفنية. عشان كده الكورة الاهلوية الحقيقة هذا الاسبوع نتائج ابنائها واضحة جدا. الابناء الاهلي من المدربين المنتشرين في معظم اندية الدوري لازم نلقي ضوء عليهم ولازم نحييهم على نتائجهم الجيدة. علي ماهر عمل تجربة هيلة جدا في الاسيوط الحقيقة. لمسوته واضحة جدا. اه. فرض شخصيته على التيم بيقدر فعلا يحقق نتائج بشكل مميز جدا. اخرها كان الفوز على طنطة اتنين واحد هذا الاسبوع. اه. طنطة استغنع الكابتن خالد عيد وجاب مدرب من مدرسة الاهلي. مدام هي دي المدرسة اللي شغالة وهي المتفوقة. فتعاقد طنطة مع الكابتن اسامة عرابي كمدير فني. ايضا عماد النحاس عمل تجربة وبصمة واضحة جدا مع الرجاء اه ممثل مرسة مطروح. وتعادل هذا الاسبوع مع نادي الزمالك. بل كان الرجاء متقدما. ولمسة وبصمة النحاس واضحة جدا على الفريق المطروح. الحقيقة الحقيقة تاني فوز يهضر على الرجاء. اه. ده هو قدام ودي دجل ثلاثة واحد. صحية. وراحت منه مبارف اللحظات الاخير. كابتن محمد يوسف ايضا ابن الاهلي لاعبا ومدربا اه محترما بيقود بترو جيت لنتائج جيدة. اخرها عرقلة الاسماعيل المتصدر للمسابقة في الاسماعيلية. والتعادل معه. وكابتن مختار مختار بيقود الانتاج الحربي النهاردة. للتعادل مع تلميزه بقى في الملاعب حسام حسن المدرب او المدير الفني للمصري. التعادل واحد واحد. وكان المصري متقدم بضربة جزاء. لكن واضح جدا انه ابناء الاهل من المدربين في مسابقة الدورة. بصمتهم واضحة جدا. يمكن اباش واندس لما بيحاولوا او لما بيلاقوا الظروف اللي بينفزه من خلالها جزء من سيستم الاهلي. هو ده. اه. هو هو اللي كان بيخلي المدربين الاهلي في السابق يعانون ان ما بلقوش مناخ قريم اللي يتعودوا عليه في الاهل. فكان يقول القوم بيبقى دايق يعني الناس مش بتستحملهم. عايزين انضباط. عايزين اختصاصات واضحة. عايزين عدم تدخل. عايزين سيطرة على الفريق. عايزين لوائح حسمة. عايزين لوائح وعايزين لعيبة تاخد حقوقها. اه. فلما بينقلوا هذه التجارب الى نواديهم. حتى كابتن حسام وكابتن ابراهيم مع المصري يحققون هذا النجاح. اه. من هذا المنظور. منظور السيطرة على الفريق والانضباط. اذا اللي عاش جوال نادي الاهلي بيتشرب مثل الاسفنجة بالخبرات وثقافات تفرز في اماكن اخرى تنهض بيها. صحيح. وهو ده اللي احنا يعني دايما بنبقى حرسين عليه. ان المسألة مش عشوائية. المسألة متجدرة جوه من الجزور يعني. متجدرة. داخل اعماق ووجدان اي واحد تراب في النادي الاهلي يستطيع ان يستخرجها ويستلهمها ويلجأ اليها عندما يحتاجها في ازمة في ادارة يحقق بيها النجاح. وحتجد كلهم سمتهم واحدة. في اي اماكن بيديروا بيديروا بهذا المفهوم. اتمنى لهم الطفيق جميعا واثراء الكرة المصرية. باذن الله الاهلي هذا الاسبوع حقق فوزا مهما على امبي اربعة واحد. بدأ فيه في كانت منافسات الاسبوع الاثناشر للدوري رفع به الاهلي رصيده الاتنين وعشرين نقطة. بيحتل المركز التالت خلف الاسماعيلي اللي بيتصدر بسبعة وعشرين نقطة. المصري اه تلاتة وعشرين نقطة. مازال بالاسيوت ان شاء الله يوم الاربع من المباراة في الاسبوع. انا عايز بس اشوف اه الجوني الاولاني. ام. لو يقدر احنا بنتكلم كده يجيب ونعلق عليه. لاني اه 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 حاجتين. هعلق على حاجتين. اه اه في الجون ده. اه اه يعني هتجد ان اه سعد سمير بوصل اه اه اترفعت على القريبة. اه. على طريق فيلافيو. عندما ينقض على الكورة وهي خارج القائم القريب ويتدور ويديها زي المطرقة يقفز كالفهد. ويحولها تاني تاني. نشوف بقى سعد عمل ايه. طلب في الهواء. لف برقابته بجسمه. عشان يحولها قنبلة داخل المرمى. بون ولا اروع. وفيه اسرار وفيه لياقة. وفيه مهارة وفيه بتاع. اللقطة تانية اللي عايز اعترد عليها. يعني انا اشدت بسعد. اه عايزين يجيبه بقى هو بيحتفل. وانا قلت له الكلام ده وهو اه يعني الراجل مقتنع يعني. وقال لي لا والله انا حبيتها مش عارف بقلد مين في اوروبا. قلت له لا سيبك. اه بص بقى اما يجيب الجون خليه احتفل. ايوا. يخبط على سيدره. جاء هص دي. مش يقول هص ولا بيتبح ولا بيقول انا. ارجو ان الزواهر دي الاحتفالية تختفي. لانها ربما تستفزة حد. صحيح. ولعبتنا شيك اوي. صحيح. وعليين اوي. لا لا لا. وعلى حقيقة سعد عجون. وقلت له ملحظة من اب الابنه قد يقبله. صحيح. الصحف ابرزت يمكن فوز الاهلي بربعية على انبي فريق كبير. انبي فريق مش قليل. احد الفرق دايما وابدا اللي مبارياتها مع الاهلي ابتباه فيها صعوبة. لكن كابتن حسام البدري بيقود الاهلي الحياة باداء متميز جدا وبفوز باربعة اهداف. جريت تلمسة قالت الاهل الوصيف والكل بيقول يا لطيف. خلاص الاهل يقرب من الوصيف. يعني في سكته رايح لمكانه الطبيعي. بإذن الله. ان شاء الله. وجريدة المساء قالت في صفحاتها الرياضية في اول هدية من اللاعبين للخطيب. الاهل المخيف وصل للوصيف. هزم انبي وعفاريد جلال اربعة واحد. وخطف المركز الثاني. اه جريت الاخبار قالت الاهل يسحق انبي بربعية ويغازل القمة. هدف علامي لاجييه واخر كوميدي لازاره والبدر يتفوق على جلال في التغييرات. انا عايز بقى حتة كوميدي لازاره دي. ايه الضغط المستمر. الراجل اللي عيبها جات في العرض ببطن رجله. رجعت له بسرعة تلبية. الجن ده جابوا بالزبط. بالزبط احمد عبد الزهر. اه. برضو يمكن كان في اين بي. مش فاكر كان في ايه. اه. برضو لعبها رجعت له لعبها وهو بيقع بسرعة تلبية. اظهروا على فكرة ودف يعني النادي الالي في الفترة الاخيرة. اه. يعني شوف الانطلاقة وشوف المكان. شوف التمركز. وشوف يعني لعبها الراجل هيعمل ايه يعني? لعبها. اهو. راحت. لو كان لعبها فهو نص الجن ممكن كان تخبط في الجن. استطاع. وهو على رجبة ونص ان يوجهها. كويس جدا. جن يعني كوميدي فيه. بالعكس جن كويس جدا. في مقاومات يقزة وامتابعة وجماعية وكل حاجة حلوة في الجن ده. الاربع اهداف بتوع النادي الاهلي يدرسه. طيب الاهرام ايضا قالت الاهلي يستكمل انتصاراته في الدوري بالفوز على امبي اربعة واحد. تكتيج جلال لم يصمت طويلا امام تفوق البدري وفرصه الكثيرة وفرصه الكثيرة وفرصيه الكثيرة الضائعة. وقالت الاهرام المسائي الاهلي فرحان والزمالك في التوهان. وقالت الاهرام المرعب. الاهلي دهس البترولي بسهولة واهدر دستة اهداف. الفوز هدية اللاعبين لبيبو واسلحة البدري انهت على مغامرة جلال. الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يفوز اربعة واحد على امبي في الدوري. والمصر اليوم قالت الاهلي المرعب يواصل الزحف نحو القمة بالفوز بربعية على امبي. ايضا نقل الموقع الرسمي للنادي عن الكابتن حسام البدري قوله. توقعت خطة امبي واسترار اللاعبين وراء الفوز الكبير. وقال الكابتن سيد عبد حفيز مدير القورة للموقع الرسمي. قدمنا مباراة جيدة ونحترم جميع فراء الدوري. الاحترام اساس التفوق يا جماعة. اذا مباريات الاسبوع الاثناشر. زي ما قلتلكم الاسيوطي فاز على طنطة اتنين واحد. والرجاء تعادل مع الزمالك واحد واحد. الاهلي فاز على امبي اربعة واحد. الاسماعيل اللي تعادل مع بتروجيت صفر صفر. والاتحاد السكنداري مع وادي دجلة. سموحة فاز على المقولين تلاتة صفر. والنصر فاز على الداخلية صفر صفر. والانتاج والمصري تعادل اليوم واحد واحد. اه مستمرة الان مباراة مصر المقصة مع طلاع الجيش. المقصة فاز. المقصة فاز على طلاع الجيش باربعة اهداف. لحد دلوقتي خلص المباراة. خلص المباراة. اربعة صفر. اه. طيب انت عارف اه. عشر مباريات. بتسعتاشر هدف. ام. يعني بمعدل هدفين تقريبا في كل المباراة. اه. وده معدل كويس. طيب. الاهلي قدر ومكتوبه في مسابعة الدوري انه ينافس نفسه. ما في رقم قياسي في الدوري اللي هتلاقي الرقم القياسي باسم الاهلي. والرقم اللي قابل منه كان باسم الاهلي. لكن الرقم اللي قابل منه من الكسر كان برضه باسم الاهلي. سواء في عدد مرات الفوز بالبطولة. اما الاهلي حقق 9 القابل في بداية المسابعة في 48 كان رقم للاهلي. بعد كده اقرب ارقام الرابط مرة سبعة ومرة سبعة برضه للاهلي. فكل رقم الاهلي بيسجله بيفضل ينافس به نفسه. في تجنب الهزيمة في اكبر عدد من المباريات. في تاريخ المسابعة كل الارقام او الرقم القياسي الاعلى باسم الاهلي. لكنه كل الارقام اللي بتحاول تنافس هذا الرقم ايضا بتبقى من الاهلي. الاهلي وصل للمباراة 45 في الدور بدون هزيمة. كان اخر هزيمة له امام المصري كانت مؤجلة من الاسبوع رقم 24. دي كانت في موسم 2015-2016. بعدها لعب الاهلي مباريات الاسابيع 32-33-34 في هذا الموسم. ثم 3 مباريات في 2015-2016. و34 مباراة في موسم 2016-2017 الماضي. وتمن مباريات حتى الان في 17-18. اذا 45 مباراة للاهلي بدون هزيمة. بس هتروح فين يا اهلي من الرقم القياسي الكبير اللي متسجل بالاهلي. 71 لسا كتير. 71 مباراة. ولكوا هو ده الاهلي. كل رقم قياسي بيتسجل باسم الاهلي. بيكسر به رقم كان مسجل باسم الاهلي. فالرقم الكبير ناصع جدا في تجنب الهزيمة باسم الاهلي في مسابة الدوري. 71 مباراة. اللي بنشاهد دلوقتي يا صديقي إبراهيم. قل فيه إبداع. واحد وصاني قال لي بحب اول مهندس عاد لي قولك عزيز إبراهيم. ما عرفش ليه. ولنسيت اسمه دلوقتي دكتور هو. وقال لي ضروري تشير اليها وضروري ترجوه بكده. يا عزيز إبراهيم. قال لانك عزيز يعني. انت أستاذنا ما شونت. انا فتكرت دلوقتي يعني اللي عل الرجل لانه قال لي امانة والنادي. الناس حملتني امانات كتيرة ليك. خليني اي حاجة منها افتكرها يعني. ماشي يا عزيز. فالاهلي عنده 71 مباراة بدون هزيمة. كانت في الفترة من 19.05.2004 ل 3 واحد او 3 يناير 2007. دي الفترة الزهبية القياسية التاريخية. ازهى عصور الاهل الكروية. كانت في الفترة اللي بدأت بمرحلة مانويل جوزيف في موسم 2004-2005. في هذه المرحلة يا جماعة. الاهلي حقق 71 مباراة بدون هزيمة. يعني اتمنى من هوات التوثيق والمتابعة يشوفونا الرقم ده عالميا. بس. بس. بس خلي بالك ما كانوش كلهم في الدوري. اه. يعني برضو اه ما كانوش في الدوري كله. لدرجة ان اول هزيمة اه كانت لنا في كاس العلم للاندي. اه. الاهلي الاكثر تهديفا في المسابقة دلوقتي برصيد 19 هدف في 8 مباريات بمعدل 2.38 هدف من 100 في المباراة. بس الاهلي لسه له اربع مباريات مؤجلة. ومع هذا هو الاكثر تهديفا لغاية دلوقتي. المقصة عنده 18 هدف. ده بخلاف الاربع الاهداف اللي سجلها من الاربع. المقصة تجاوز الاهلي. 22 تجاوز الاهلي. الرجاء الاقل تسجيلا للاهداف ما سجلش غير 6 في 12 مباراة. طلع الجيش سجل 8 اهداف فقط في 10 مباريات. الاهلي الاقل استقبالا للاهداف شباكه اهتزت اربع مرات فقط بمعدل نص هدف من عشرة في المباراة. بيليه الاسماعيل والمصري وفي كل منهما تسع اهداف. ودي دجل اكثر استقبالا للاهداف واستغنى عن او قبل استقالة مدربه احمد حسين ميدو هذا الاسبوع. بعدما استقبالت شباكه 24 هدف في 12 مباراة. والرجاء استقبل وواحد وعشرين هدف في 12 مباراة. الاهلا ودي دجل اه مسألة تحير جدا جدا يعني. الاهل الاكثر فوزا سجل حقق الفوز سبع مرات من ثمان مباريات معدل جيد جدا. يليه الاسماعيلي فاس ثمان مرات من اتناشر مباراة. ودي دجل والنصر والرجاء اقل الفرق فوزا ولم يحقق اي من هم الفوز غير مرة واحدة. اه واضح جدا انه الاستغناء عن المدربين ولما تشوفوا اه تجربة زي تجربة النادي الاهلي واستقرار الكابتن حسين البدري واستمراره تعرفوا سر الانتصارات الدائمة للاهلي. لانه كسرة المدربين ما اعتقدش ابدا هتخلق اي نوع من الاستقرار الا اذا كان. الان الوقت كنا بنتفرج معلش. اه. على الجن بتاع احمد الشيخ. اي. ده قيمة المهارة وقيمة الابداع. صحيح. اولا التحرك من اخسى اليمين بيقطع. وبكى بيشوف. بص بكى بيسلم منين. اه. ويكسر. والتاني اول ما شافه وشاف المساحة بين الاتنين المدفعين قدرك انه يمكن ان يمر في هذا الاتجاه. اه. فياخدها. وشوف بقى لما انفرض. ودقت عليه زاوية عمل ايه. موه. ايه ده. ده. بس حساسية قدم. الشمال الولد ده. اه. قتلة موه. عايز ياخد على طول. اه. اه. وحيبقى حاجة كويسة او. ماشي. وبعدين على خلق وصابور وكل حاجة تمام فيه. صحيح. اه. اه. ثورة المدربين بقى ادت الى اقالة تمن مدربين دفع واحدة حتى الان. في الموسم بدأ الرجاء الموسم تحت قيادة الكابتر خالد الاماش. رحل الاماش يوم ثمانية وعشرين سبتمبر. تولى المسئولية بدلا منه عماد النحاس. وبصمته واضحة على الفريق. امبي بدأ الموسم بطرق العشري. ورحل العشري عن امبي يوم خمستاشر عشرة. ثم تولى المسئولية بدأ ايهاب جلال. الاتحاد السكنداري بدأ الموسم بهاني رمزي. رحل هاني رمزي عن تدريب الاتحاد يوم واحد وعشرين عشرة. وتولى المسئولية المدرب الفرنسي الحالي جان ميشيل كفالي. جان ميشيل كفالي. ده عمل حاجة. اه. اه. امبارح. اه. بيلعب عشر افراد قدام ودي ديجلال. عشر افراد. الشوط الاولاني كسبان واحد صفر. يونهي المباراة كان ارباح صفر. جيب ثلاث اهداف احلى من بعض كلهم. وهو بيلعب عشر افراد. طيب. المصر المقصة بدأ بمؤمن سليمان ورحل المؤمن عن تدريب المقصة يوم ثلاثة وعشر عشرة. شهر عشرة كان شهر وحش على المدربين. وتولى المسئولية بدلا منه عماد سليمان. طلايا الجيش بدأ باحمد سامي. اللي مشي في تسعة وعشر نوفمبر. وتولى الكابتن حلمي طولان. سموحة بدأ الموسم بالمدربة تشيكي فرانز اشتراكة. ورحل اشتراكة عن تدريب سموحة يوم واحد ديسمبر. وتولى المسئولية بدلا منه حاليا الكابتن ميمي عبد الرازق. طنطة بدأ الموسم بخالد عيد. وكانت نتائجه جيدة. واداءه متميز. لكنه رحل عن تدريب طنطة في اتنين ديسمبر. وتولى المسئولية بدلا منه الكابتن اسامة عرابي. بدأ واد ديجلا الموسم باحمد حسام ميدو. ثم اخيرا بعد هزمته بربعية. رحل ميدو عن ديجلا. وتولى المسئولية حاليا احمد حمودة. مؤكد هنتوقف مع بعض التحليلات. لكن ضغط حضراتكو على التليفونات ما بتحبش نغرمكم كتير ونسيبكو على الخطوط فترة طويلة. معانا كرم من الجيزة. اهلا بيك اوز كرم. كرم. استاذ كرم. استاذ غريب من الاسكندرية. انا عايز اللي يتكلم يقول اسمه حبيب حبيب. يعني يعني مش حبيب. احمد حبيب. محمد حبيب. حبيب محمود. يعني. عايز الاسم كده نفهمه على بعض. مين معنا? مهندس ابراهيم. اهلا بيك. اهلا بيك يا اساس حبيب. اهلا مع حضرتك حبيب ايوب من اسكندرية. ايوة. حبيب ايوب من اسكندرية. اهلا وسهلا. اهلا بارك للنادي الاهلي بفوز كابتن بيبو. عمد الله. ام. بس ليه يعني ليه طلب وليه سؤاله عند باشماندس اه 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 عدل الكعن. فضل. اه الطلب بس يعني نفسي نشوف ساب الاهل ان شاء الله. تمام. والسؤال بس احنا سمعين اشعاعات موضوع الكابتن حسام البادر ان في اه يعني مشاكل مع كابتن بيبو ونو يمشي بوسيب النادي الاهلي. فقال الكلام ده صحي او لا. انت لسه بتقول اشعاعات يا اساس حبيب. طب عموما لا لا بس بس كويس. كويس. اه. بس الاول نجاب على ده ابن العاطف. اه. 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 بالنسبة للساد بإجن الله ربنا اه. اه. النسوخ ده جد وربنا ساهل اه. اه. ونبتدي فيه خلال اه. اه. هذه الفطرة. ولكن مسألة ان الكابتن حسام يمشي. اعتقد ان الكابتن اه. اه. الخطيب بخلال الفطرة اللي كان بيقدم فيها برامجه. قال لن نمس اي انسان ناجح وبيكتهد وماشي بما يرضي الله. واعتقد ان كل المعايير دي تنطبق على كابتن حسام. فمش عايزين دلوقتي ما يؤثر على اه استقرار النادي والواضح العام. وعلى فكرة يا جماعة من فضلكو انا ما عنديش توكيل عن المجلس. يعني بلاش الاسئلة اه اه. عايزينك تقول للكابتن او عايزين نعرف كذا او انا بالنسبة لي كرجل اعلام انا بنقل اللي بيجيلي. لكن ليست اه مفوضا ان اتحدث اه اه المجلس. هناك اه يعني من اه. مؤكد ان المسألة. من احاق بتصريح مني. تشهد تنظيم الفترة اللي جاي. ساذ عاطف. اتفضل يا ساذ عاطف. يا لحد ما عاطف يصلح التليفون. في حد تاني. ساذ احمد من البحيرة. او شكري من البحيرة. ساذ شكري. احمد شكري. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا باش مواندي. اتفضل. مساء الخير يا باش مواندي. اتفضل يا حبيبي. معك اللي استاذ ابراهيم وانا. ازاي ازايك يا ابراهيم. اهلا بيك يا ساذ عاطف. احب في الاول ابارك الكابتن محمود الخطيب. تمام. على النجاح في الانتخابات. وبنشكر الباش مواندس محمود طاهر على الفترة اللي قضيها. وبتمنى من الكابتن عزل القيعي. ان هو يقول نصيحة لصالح جمعة. حاضر. لا والله وحنكرر. مرافق يا شكري. ماشي. ياريت بقى يعني التهاني وصلت. ادخلوا في رأيكم في الكورة بقى عشان نحرج المهندس عادلي نطلع منه حاجة كده. وانا عندي حاجة ابن. طلعنا احمد شكري مع عالمين. احمد شبل من الشرقية. استاذ احمد. تحيات لباش مواندس عادلي. والاستاذ ابراهيم الميليسي. اهلا. فضل استاذ احمد. تحيات لباش مواندس عادلي. والاستاذ ابراهيم الميليسي. وبنبارك لحبيبي الملايين كابتن بيبو. وبنشكر المهندس محمود طاهر. والتنافس شارف اللي كان منهم. كان في مصلحة الاهلي. والحمد لله اني ولاد الاهلي كلهم بيخاط على هذا الكيان العظيم. وعايز تفسير من كابتن عدل القيعي. ايوا. على كلمة ان انا لابس حزاء ناسف. يا بس حزاء ناسف. ده هو. انا اللي دبسته في التعديل. انت اللي. بلدي كانت دعابة يعني. كانت دعابة. شكرا يا سيد نادر. شكرا يا سيد نادر. نادر من اسيوت. طبعا لازم من اسيوت. تفضل يا سيد نادر. هلو مساء الخير. اهلا بيك. نادر عياد من اسيوت. تفضل. ايا. بلدياتك يا سيد ادراهيم. عشان كده قلت اسيوتي با لازم ان تدخل على طوق. تفضل. تفضل. ايا طبعا. انا انا بفتخر زيما بقوله ان انا بلديات الاسيوتي براهيم من اسيوتي. الله يخليك تفضل يا سيد نادر. تفضل. يا بختك يا عم. يا بخت. بمس على البشمهندس اه. حددنا ورمز الاهل السبير. اهلا بيك يا عبيب. عايز. عايز اقول لكم ان انا اه. محتفظ بكل اه. بشمهندس ابراهيم انا من ساعة اه. بشجع الاهلي ومحتفظ بكل اعداد مجلة الاهلي الاسبوعية والخاصة والشهرية. جالك العدد الشهر بتاع الانتحابات ولا لا? انا مفيش حاجة بخص الاهل تعديني. انا مستمنني انا انا من مركز البداري محافظة قسيوط. مستمنني كبير الاهلوية في البلد بتاعك. عندك مجلة الاهلي من سنة كام? نعم. عندك مجلة الاهلي من سنة كام? انا انا بشجع الاهلي من سنة خمسة وتسعين. المجلة معاكم من سنة الفين واحد. من بعد من بعد مباراة الاهلي وريال مدريد. وانا مش بفوت عدد لمجلة الاهلي الشهرية او الاسبوعية او العداد الخاصة مع بطولات الاهلي الكتير. تماما وساز نادر. اعيز اعيز بس اهني كابتن محمود الخطيب. انا اقول لك انا كنت قاعد على اصحاب كنت مستني كابتن الخطيب ينجح. ان هو ده الصورة اللي تليه. متشكرين متشكرين. احتراما طبعا للشكر الكبير للبشمهندس الخلوق المحترم. بشمهندس محمود طاهر على كل اللي قدمه الاهلي. وده اللي تعودناه من كل الرؤساء الاهلي. انه اجيال بتسلم اجيال وجيل بسلم جيل. ويغضل الاهلي طول العمر اعظم نادي في الكون. شكرا. انا ساز نادر عشان اه جيل يسلم جيل يبقى اصوله تسلم سهاج. تفضل مين من سهاج. استاذ علي من سهاج. تفضل. اهلا بيك يا ساز علي. اهلا بيك يا ساز علي. اهلا بيك يا نكمل. يسري من البحيرة. مفيد يسري تفضل اه اه انا بيك يا ساز مفيد. خشو في المفيد بقى. عابب هاني كابتن اه كابتنا كبير البحيب والله بفوزو الانتخابات الاهلي. هاي. واه اه طع mère الموز للنيا لكابتن مختار التيتش وكابتن صالح في رمز برضو ورمز كبير علينا والله العظيم هو اللي قاعد مع حضرتك الكابتن عدل قاعي طبعا الله خليك اللي قلت اللي قلت والله العظيم النادي الاهلي قرهبه في ضماره ومن ننساش الفيديو بتاعه لا 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 خلاص عشان خاطري خلينا في اطار متشكرين على تقديرك لكن مش عادينا نخرج اكتر من كده ده الكلام المفيد يا مفيد طيب قلنا لكم بقى ربعية الاهلي في امبي اشادت بيها الصحف كلها نشوف رأي سادة المحللين اداء الاهلي الطفرة الكبيرة اللي واضحة في الاداء الهجومي للنادي الاهلي ايه اللي وراها هل دي مسألة ظروف مباراة ولا ده طبيعة مستوى نشوف بداية التحليلات الكابتن طاري مصطفى في النيل الرياضة كابتن نتاري مصطفى انا مبروك للنادي الاهلي انا عايز اشيد بحسام البادري لحاكتين هو بيعملهم وهو مستمر في الانتصارات اول حاجة هو اتكلم على النقطة بتاعت انه هو يريح اللعيبة وطبعا وبعدين يريح مش بيرايح وخلاص يما رايح عمر الصليع عشان ينزل احمد فتحي الغرب منه زي ما قالك انه فرقة انبي فرقة بتيجر كتير جدا وعندها عاملة مباريات كويسة وبتلعب لعب هجومي مع كابتن ايهاد جلال فبالتالي اما يحط احمد فتحي ويبدي محمد هاني وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه وبنمثل وبندي مثل بنادي الزمالك ان انت ممكن تكون غايب فترة كبيرة جدا وتنزل تقديه وده اللي حصل مع محمد هاني ده اللي حصل مع ايمان اشرف في اول مباراة ليه ضد تليفونات بنسوف في الكاس اه تقالك محمد اشرف استمر اه وفيد اليلعب اساسي لغاية دلوقتي اه انا من وجهة نظر الشخصية اه النادي الاهلي يستحق النهاردة الفوز ويمكن كابتن ايهاد جلال قال النقطة مهمة جدا قالك ان اللعبة انبي النهاردة ما عندنش القناة نتيف اذا اشادة من الكابتن طاري مصطفى ب محاولات الكابتن حسان البدري فيه تدوير الفريق وقتاحت الفرصة وقال ان اهم ثمار هذه التجربة تقلق ايمان اشرف في مركز جديد اه علينا لكن هو مش جديد عليه ويعتبر احد اه النجوم في الفترات الاخيرة ولكن كيف رأى الكابتن علاء ميهوب هذه المباراة الاهلي عنده تلاتين نجم تلاتين نجم يعني انا شفت النهاردة الناس اللي برق فينا خاصة في الجنة اقولي الاساس الانتهاز عشان كده اي لعيب ينزل او عايز يلعب احمد ياسر لو عنده وقت اكتر من كده هتحس ان هو عايز يقول لا انا موجود انا التاني فهي بتبقى مدير فني اجواء جولة الفريق نفسه الاجواء بتفرق اجواء المكسب اجواء الاجواء اللي بدي لعيب مع بعض العلاقة بلعيب مع بعض العيخ مع المدير الفني واللعيبة قس الموضوع مش موضوع تسعين دي او مع السلام لا لا ده اداف كتير اوي يعني احسان بكلف قوطة حلو اوي قالك ان اتوقعت لعب ام بي اتوقعه من اين لان هو دارس ام بي كويس اوي عارف اعجب يفكر ازاي فبدأ يشتغل على كده وقال هلعب ثلاثة اربعة ثلاثة وفي مساحات وي 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 لكن كمان هو اهاب ساعده نهاردة في حاجة غريبة على لعب شوية ان كان ساعدتها طبعا بحب لعب جدا لعبة على خط واحد دي اللي فرعت اوي كمان فطلية لعب ام بي انك عندك سرعة صح واللي نزل كمان سرعاتي عنا بكماني ده حاجة سرعة مش طبعية ويد اظهره حاجة بيهلك ايد فاع صح اجيب مهارته الحلوة بهدوء وعبدالله السعيد فمفاتيح اللعب في نادي اهل كتير الوقت الفترة اللي فيها النادي الاهل كابتان خاني اي لعيب بعيد ما بيلعبش هيلعب هيظر ان هو راجل نجم طيب بالمناسبة كابتان حسان البدري وعلى فكرة كل اتفق في الستوديو التحليل النهاردة ان الكابتان حسان البدري هو نجم اليوم كابتان علامة يهوب بيأكد على انه الاهل بقى عنده 30 نجم بيعدل حتى اللي قاعدين على الدكة ما شاء الله اسامي تقيلة جدا والزميل خالد لطيف بيشير على انه نجم هزي الليلة حسان البدري عشان كده يا جماعة حسان البدري يحتاج الفترة الجاية عشان يقدر ينجح في عملية التدوير اللي بيحاول يعمله علشان كل مباراة يبدأ يدي فرص لبعض العناصر اللي ما بتاخدش فرص في المباراة اللي قبلها عايز المساندة عايز المساندة وعايز الدعم الدائم من كل الجماهير اه ما فيش جمهور في المدرجات لكن الجمهور على السوشيال ميديا والجمهور في كل مكان لازم يكون مساند بشكل ايجابي للمدرب وهو بينفز هذه الخطة علشان لأحمد الشيخ يتريكن ركنات طويلة جدا ولا لعيب زي أيمن أشرف لما بيجربه في مركز السردباك يلاقي الدعم والمساندة فيستفيد بعنصر جديد في مكان مهم كان ممكن أيمن أشرف لو هيفضل حساب البدري يستناله فرصة في الباكريف مش هيلاقه له بص يا عزيزي فراهيم النقطة التي قلتها مهمة جدا أن يلقى دعم على السوشيال ميديا السوشيال ميديا مش بس دعمها أنك أنت مع المدرب عشان المدرب يعني ياخد ثقة أو حتى اللعيب ياخد ثقة ده أنت لما بتنتقد بعدم مشاركة فلان أنت بتشجع اللعيب على التمرد اللعيب الماركون ده بيشعر بالإحراج ثم يشعر بالظلم ومن ثم يتمرد إنما أنت لما يعني لو أنت شايف بتهيأ الظروف الطبيعية أن أيها حيجيلك دورك ويصبر أنت بتدفع إلى استقرار الفريق وتدفع إلى قبول اللاعب أن ينتظر فرصته فالنقد كل واحد عايز اللي في دماغه هو اللي يمشي وإلا يبقى غلط أخطر ما يهدد الأهلي ولكن أعتقد زمرهن على وعي الجماعية العمومية وعي الجماهير في الفترة اللي فاتت برضو إحنا بنراهد على وعي جماهير الأهلي وحبها إنها تدعم وتحب بالطريقة الصحة نشوف كمان رأي الكابتن علاء نبيل نشوف كمان رأي الكابتن فيه مطشوات كتيرة أول بتبقى الفرق قدامك مش قادرة وأنت بتش قادر تعمل حاجة قدامك لكن يحسب للنادي الأهلي استغل هذا الكلام صح هذا التعاركاتهم أهي؟ يعني في كل التوقتات الرباع الأمامي موجود أزهر أجيه عبدالله سعيد المعارضة بيرجع ساعة في الثمنتاشر وفتلع وليد سليمان نزل مكانه أحمد فكمانيو أحمد الشيخ مكان جونيور أجيه وليد أزهر يعني التلاتة لقدام عمل اللي عليهم دليل وده اللي خلا أظهره يجيب جهود يعني حتى أن هو بيكلم نفسه ويقولك عامل إيه أكتر من جهود فعلا رأس حربة بتحرك واسقوي لا لا هو عامل نشاط بتحرك واسقوي ليه أهدافه في التوقيتات اللي ماذا يحسب لكابتن حسام اللي هو وقف في ظاهره يعني الكابتن علاء نبيل دائما ناخده عزيز يعني فلما يشيد بالآله تعرفوا أن في حاجة مية مية بتتعمل يعني فأولا بيشيد بالتلت الهجومي الأمامي وبيكلم وأنا معاه في النقطة دي بقى في صراحة تمال لي يقولك يا عسل فريق اللي قدامه والكلام ده تقال على الماتش اللي فات أيضا في الدخلية عسل فريق اللي قدامه أنت ممكن فريق قدامك ما يبقاش كويس وإنت مش كويس يبقى الماتش مومن لكن لما يكون الماتش على هذه الإثارة وتضييع فرص وإحراز فرص وإنت واقف متوقع هدف في كل لحظة ويجيب هدف جميل جدا في آخر ديئة في المباراة في آخر ثواني في المباراة هذه هي متعة كرة القدم التي يقدمها الأهلي الآن ولكن وليد صلاح الدين يعدد مزايا أزاره وبالمناسبة أزاره أختيرة في تحليل المواقع هو نسر الأهلي في هذا الشهر يعني عشان تعرفوا أن التحليل العلمي يوصل لنا نتائج صادقة نشوف الكابتن وليد صلاح هل مازال وليد أزاره هو الاختيار الأفضل بالنسبة لك وهو طبعا الفكرة هو هدف الدوري بالنسبة للنادي الأهلي في رصيد خمس أهداف لكن هو الأفضل دلوقتي آه هو الأفضل هو الأفضل دلوقتي النادي الأهلي خلينا ناخد الموضوع ببساطة شديدة وليد أزاره لعيب كويس كلنا اتفقنا أنه هو خامة كويس عنده سرعة وعنده قوة وجسمه كويس وعنده لقبة بدنية عالية وقال لكابتن حسين بازي يضيف عليك قال على لسانه هو أنه بيزعج الفرق وبيزعج الفرق الأخرى وبيلعب مع زميله وبيحضر للزمان وهو 21 سنة خلاص اتفقنا على كده عنده مشكلتين من وجهة نظري عنده استلامه استلامه تحت ضخل مش كويس أجايق أحسن زائد قراراته في التهديث أنا وجهة نظري عايزة تتعدل بمعنى إيه إنه هو كل ما بيجيله 4-5-6 فرص بيجيب واحدة وده مش كويس لازم وليد أزارو المهاردة كان لازم يبقى أتلس هاتريك المهاردة 3 أو 4 أهداف كان المفروض هو يكون جايبه وليد أزارو انت استحملته وانت جبته استحملته ما جاله هداف الفريق خلي بال صح أنا ما فيش هداف لا هداف الفريق ده في الدوري انت جابت ممتشر هدف هو جاب منهم 5 ده دي نسبة أعلى سكور بالنسبة للعيب اللي بقاها ما هو المهاجم لازم كده كتب دي نسبة قليلة جدا بالنسبة لي يعني معلش أنا استحملت على وليد أزارو ضيع بطولتين وليد أزارو جاء في البطولة العربية وقعد يضيع يضيع وخلاص خسرنا البطولة العربية رحت البطولة الأفريقية قعد يضيع يضيع وضيع في الوداد هنا وضيع في الوداد هناك واستحملته وضعت البطولتين طبعا مش هو السبب الرئيسي لكن هو أحد الأزباد ده رأي وليد في وليد رأي الشيخ طاها في أداء الأهل في العموم إيه نشوف كابتن إياب جلال ربما كان عنده بعض العنوين القوية منها كابتن طاها قال أن أي فريق ده كان ممكن يكسبنا مش مثل قال أي فريق كان ممكن يكسبنا والله يشوف هؤلاء حرف الحاجة يعني الأمانة تقتضي والفير بلي يقتضي أن أنا لما أطلع أتكلم يجب أن أتكلم كلام مواقعية 100% مفيش نادي كان هيقدر يعمل اللي أعمله مع أمبي بدليل نادي أمبي تعادل في الماتشين اللي فاتوا دولت وحتى فيه ماتشات منها كان خسر هنا لكن محدش قدر أنه يكسبه بالشكل ده نادي الأهلي النهاردة هو الأفضل من جميع النواح نادي الأهلي الشارب الشارب يعني إيه يعني فيه حدة بدنية الماتشف يتغير أزارو ولعب ونزل وليد بدل أزارو ولعب أجاي راس حرب لا هل أفضل لو جو تنسل حليك ولا الشيخ لده أفضل كل أحد له ميزة أجاي مستو أنه هو محطة كويسة يعني يقدر يستقبل تحت ضغط ويلف ويدور ويشغل الناس اللي جاي من تحت التاني اللي أزارو مستو سرعة لكن في نفس الوقت بيضيع أجوال كتير بيقيسوا قدرته التهديفية إجمالا يعني طبعا مش من مباراة واحدة على مدار المباراة اللي بلقاها كلها لما أنا إيس بقى أزارو أنه هو بيسجل من عدد الفرص اللي جات لا ضعيفة جدا هيتبص لأنه بيسجل من كل ست فرص هدف يعني النهاردة هو سجل هدف من وسط أربع خمس فرص وعرف أول الشخص طيب الشخص يعني أنا متطفق معه لأين الحقيقة ما عرفش كابتن إيهاب جلال يعني التصريح اللي قاله يعني يعني أي فريق كان ممكن يكسبك كان ممكن يكسبك ماشي استمر على كده وقالينا بقى يعني إن الله سألت تصريح أنا معك في تعالي في تعالي وفي غرور يعني وبعدين أنا كبان السؤال يعني أنت يعني أنت أقول لي أنا كنت وحش إنما أي فريق إذا كسبني أنت عايز تسحب الكريدت من النبي الآن أسباب تميز الفائز وهو وكأنه في ذهنه المقارنة بينه وبين الكابتن حسام لا لأنت لسه بعيد عن حسام البدري حقيقة يعني من غير زعل يعني أنت مشروع مدرب كويس لكن إذا بفضلت تقييمك لنفسك على هذا المستوى اللي خلاك سيه في رئيتك وهي متأهلة للأفريقيا ثم خلاك النهاردة تقول هذا التعليق وقبل كده مش عارف إيه يعني آه يعني تخاصم من رصيده يعني أنت خليك المدرب المتوضع اللي الناس تشيد بيك ما تحسسناش بالعظمة يعني وهو لما يكون لما مدرب يقول لك أي فريق كان ممكن يكسبني النهاردة طب هو من المسؤول عن هذا السوق وأنت المدرب بصرف ما بيقولك أنا مسؤول ما هدي نوع من الإيه آه آه تواضع المغرور آه آه يعني آه يعني مغرور لك يا رجل إحنا ده إحنا ناس غلابة عشان أنت تقول له لأ ده انت عمينا آه فالكلام ده مسكنة آه يعني أنت أنت مدرب بالتأكيد لك بصمة لكن خلي بالك أنت دائما أقوى هجوم ودائما أضعب في الدفاع ما هو مش ممكن تبقى صدفة يعني المغامرات الهجومية المدرب مش ملاكم آه بيقعد على كرش متحرك أنت وقف على رجلين اللي يجب أن تبقى قوية يبقى أنت بتضرب الضربات المؤسرة يجب أن تتحمل الضربات مش هتتحملها لذا كان أخضامك قوية فمسألة أنت سهل تندفع هجوميا ويجيب جوان لكن أسهل منها أن يخش فيك جوان فلما ما بتجيبش جوان بتخسر فالأهل كان جيدا جدا 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 وانت ربما تكون سيء انت حر في نفسك إذا كان رأي أبناء ونجوم الأهل الكبار الشيخطها اسماعيل الكابتن علام أيهوب الكابتن وليد صلاح الدين عن الأهل بالإضافة للكابتن علاء نبيل والكابتن طارق مصطفى فما رأيه كبار نجوم الزمالك في الأهل بعد الفاصل أهلا بحضرتكم من جديد متواصلين معاكم والأهل فاتح على الرابع وبينطلق بقوة والحمد لله نحو موقعه الطبيعي كمتصدر للمسابقة وصل لمقعد الوصيف ولسه عنده أربع مباريات موجلة يبدأها إن شاء الله بعد غد الأربعاء مع الأسيوتي متواصلين مع الرؤية التحليلية لكبار السادة المحللين لكن الحقيقة الححكم على الهاتف بيخلينا نحاول نتواصل مع أكبر عدد منكم علشان الناس ما ترمش كتير على التليفون معنا إسلام علي من سهاج تفضل إسلام أهلا بيك يا إسلام أولا بأتمنى للأهل توفيف وكل مبارياته إن شاء الله وكل مبارياته اللي لعبها مع مع إنبي أيه مع إنبي الصراحة هو وليد أزاره أولا ضيع فرص كثيرة بس الصراحة هو يستاهل تمام يعني هو عنده خبرات يعني عزو الأعالمية مدر خطورة مستمر مدر خطورة مستمر تمام أولا تحضير تمام يا إسلام شكرا لك والله دي نقطة مهمة نقطة مهمة جدا لأن حتفتقد أنت الفرص اللي بيضيع دي لو أزاره مشو الملع طيب معنا محمد من إسكندرية سلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله أهلا بيك تفضل وليك يا بشمه عندي أي حبيبي دلوقتي احنا وصل للجمعية العمية 38 ألف تمام 37 إلا 38 ماشي واتيفر يعني دلوقتي المسكنزة نفسه وسط البلد واللي راحوا وتأمنوا واللي خباكت عمل تمام تفضل تفضل دلوقتي الجمهور ليه إحنا مشاعدين ندخل جمهور لا الجمهور بدخل تقصد المباريات يعني أيوة احنا عملنا 38 ألف واسوبارين تمام تمام 38 ألف تقصد البلد شوف الأهل بيلعب 30% من قوته دلوقتي 70% بتاعت الجمهور الأهل ملف عودة الجمهور يا محمد ملفه مهم ولازم نتحسم إن شاء الله يا ريس يا ريس ملف الجمهور لأن إحنا المتضررين مناسب جدا الجمهور مقتنعة نعايزة ترجع وتركز في دورها وما دا ما عندها سعداد للتعاون مع تجربة إن الأمن الخاص يؤمن أعتقد إن الأمور بتقرب قوي من عودة الجمهور بإذن الله السيد من الجيزة فضلا والسيد السلام عليكم وعليكم السلام السلام يا رحمة أهلا بيك أهلا بيك يا أهلا السيد مركبتين عدلي فضل مبروك لبيبو مجلس الإدارة الله بارك تمام ألف مبروك أنا عايزة أقول حدا بس عشان بيقولوا إن الأهلي فيه منافسة معاه الأهلي ما فيش منافسة معاه الأرقام بتقول كده بلاش غرور دا مش غرور يا كابتين عدلي يعني الأهلي وقت دوري كم مرة تمام تمام 38 مرة أرقام الأهلي الواحدة أها بتتكلم تمام مفهومة يا سيد مفهومة يا سيد معانا محمود من القاهرة الجمول تعني دا جميل والله محمود ألو اتفضل محمود أهلا بيه حقيقة حضرتك أنت وآآ سيد سبريم المنيسي تمام اتفضل أنا أول مرة في حياتي أتكلم في التليفون طيب الحمد لله ربنا وفاك تمام حقيقة طبعا بس أنا أنا أهلا وصميم جدا أهلا تمام وأنا كمان آآ من عين شمس من بلد كابتن محمود الخطيب تمام من المنتقى بتاعتك كمان اللهي تمام تمام أنا عايز حاجة من الواقع من نادي الأهلي نادي الأهلي مش نقصوا أي حاجة فيه فلوس وفيه كل حاجة إحنا عايزين طموحاتنا كجماهية النادي الأهلي النادي الأهلي يبقى أفضل نادي في العالم بإذن الله تعالى لا أهلا لو ناخد كاس العالم مش كتير والله الأول نوصل وبعدين مراحل يعني إن شاء الله بعدين نكتهد بإذن الله شكرا يا محمود من صاهرة ومحمود من السويس الطموحات بقت مشروعة أيام محمود اللي من دول يلا يا محمود هلو سلام عليكم محمود إيه يا محمود عايزة أسلم على البشمونطس عدل الكوي وابارك المونطس حمود الخطيب إن شاء الله اتفضل يا حدو اتفضل يا حدو كان لها بس رأي عايزة أقول له أستاذ عدل الكوي بالنسبة للعب حسين الشحات أنا شايف أن زي لعب مهم جدا ومصلحة الأهلي الجيد والله برفع عليك برفع عليك بجد ما نقول لك أنا معديش التوكيل يا جباح باشي باشي طيب ربنا سه شكرا يا محمود كنت ولتلكه قبل الإفتة اللي بتوزي الناس دي علي الماس برضو عندها حس وعارفة إيه الحكاية طيب أيمن يونس دعم الأهل العبقاري والفيلسوف على فكرة باريكلينة وكان متواصل معنا الحقيقة شخصية محترمة جدا لكن لغ رأيي بقى جميل قوي في لعبة الأهلي اسمعوا زكاءها مختلف فقدروا أنهم يغيروا من أسلوبهم ويهددوا مرمى أمبي بطريقة مستمر لكن يهد جلال الخطأ الأكبر اللي أصابه منطقة الدفاع ومنطقة نص الملعب بتاعدي وهي دي منطقة أن الأهلي خد المطش منه أو الأهلي استحوذ على المطش منه لأن المنطقتين دول سهلوا الجنقى وللأهلي الأهلي بعد أول ربع ساعة خيل إلينا أو أول عشر دقيق خيل إلينا أن فريد أمبي قادرة أنها تتواجد في نص الملعب النادي الأهلي لكن حصل نوع من أنواع التقاقر وابتدوا نوع التنقل أنا مش هقول بالسهتار لأنه هو ده واضح أنه هو بتعليمات أنت شفت يا كابل متعة الجول كيبر بيسترم إزاي بيتنقل الكورة ببطء إزاي بمنطقة المخاطرة في المنطقة دي وده مش مناطق مخاطرة ثقة أوفر ثقة أوفر بتعليمات من المدير الفني قد تكون أوفر هو قالت من اللغة دي هو قالت آه ده بيدي نوازح هجومية أكتر للعب الأهلي وبالعكس اللي بيحسوا من المخاطرة في نص ملعب أمبي والأخطاء حصلت لدرجة أن الجول كيبر نفسه فقط كورة وعبدالله سعيد حطها وأعتقد أنقذها والموقف ده اتكرر ثلاث أربع مرات زكاة اللعبة طيب زكاة اللعبة الأهلي تحديدا واضح جدا ده رأي كابتن أيمن يونس الفيلسوف ها ما تنصب ليش مصياد التسلل لأنه هتلاقي اللعبة جاهزة بدنيا تضربها وزكاةها مش عادي المعلم بقى المعلم حسن شحاتة نشوف استمتع بالمباراة ليه احنا قلنا 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 الشوت الأول حلو كانت من هام جلال مع لعبته على الأقل خلناهم يلعبوا باسم جيم بشكل كويس قوي لكن ما كانش فيه خطور وأنا يمكن قلت الحاجة الوحيدة اللي ممكن إذا كان هو اللهم على الطريقة دي إنه هو يكون غلطان فيها إنه ما فيش حد دلوقتي بيلعب أرصايد جيم أرصايد جيم أرصايد جيم كان في الشوت الأول اهتحت للنادي الأهلي أكتر من فرصة وكلها أغلبها انفراد لكن ما كانش فيه حظوظ وليد أزارو وليد سليمان لكن الشوت الثاني ممكن يكون أقل بكتير من الشوت الأول نادي الأهلي التمن على النتيجة نادي أمبي مش عاوز أقول استسلم لكن خلاص بيلعب باسم جيم وكل حاجة لكن ما فيش خصورة تذكر على مرمى الشناوي لغاية ما جيه الجن الرابع وده يعني وده جن الرابع جا في آخر دقيقة من الشوت الأول لكن ككورة احنا تمتعنا هنقول ان احنا تمتعنا بس اختلف الشوت الأول ونشرط التاني المتع كانت أكتر في الشوت الأول بسبب الاهداف الأوليلة والفرص الكتيرة اللي ضاعت من لعيب الندي لما كابتن حسن شحاته يقول تمتعنا يبقى المباراة ممتعة مش أي حد يغلبنا لا يبقى المباراة ممتعة وقدم الأهلي تمييزا فيها ونشوف الكابتن فاروق جعفر هل يشاركه الرأي ولا ايه أسباب هذا التفوق الواضح في هذه المباراة للأهلي النادي الأهلي استعد المباراة بشكل جيد يعني استعد المباراة وذاكر فريقين بشكل جيد كان حيب عنده حلول يعني النهاردة أنا من وجهة نظري إن بيجازف إن هو يلعب بالطريقة بتاحته 3-4-3 لا تنسفش خلص النادي الأهلي وسرعات النادي الأهلي وأطراف النادي الأهلي والعمق اللي موجود في النادي الأهلي النادي الأهلي عنده اتنين محاور بشكل جيد جدا كنا بنتكلم عليه وعنده الأستاذ حسن وهو عبدالله السعيد وأجيه والإتنين بيشتغلوا شغل بيريحوا الفرقة يعرفوا يخلصوا أمتى يضغطوا أمتى يبتدوا ويعملوا النشاط الهجومي أمتى يفتحوا الملعب أمتى وأيضا هم الأتنين كمان هدفين يعني بيصنعوا الهدف وبيجيوا أهداف النهاردة النادي الأهلي أقوى هجوم وأقوى أدفاع طبعا ما سجل ساعتاشر هدف وداخل فيه أربع أهداف ولسه ليه أربع مبارس على فكرة في البداية كانت حسن شاحتها النقطة مهمة جدا وهي أنت ما بتضغط في النواحي اللجومية بتقلل الضغط على الدفاع يعني أنت ما بتعملش الدفاع متأخر النهاردة امبي كان عنده مشكلة أنه هو عامل دفاع متقدم وبيلعب نادي الأهلي السرعات يمكن الشوت الأول حيلاقي النادي الأهلي ديالة بتاع خمس أهداف برواح كله كل الأهلي كلها فرق الصرعة فرق الصرعة فرق الصرعة تلعبش قدام النادي الأهلي وفي لا عندها صرعة وعندها خبرات وعندها مهارات وегодاقص الدفاع متقدم عملت مساحة جبيرة أوي سمحت لنادي الأهلي أنه هو اتواجد يمكن أفضل أشوات النادي الأهلي الشوت الأول الشب الأهلي اكتسح أمبي في الشوت الأول لابه ممكن كان جاب يجيب سبع تمن أهداف كان النادي الآلي يعني يقدر يجيبه وبس الآلي كان في انتظار ان امبي يبقى ند ليه انا طبعا نهاردة بيقوله او انا كان كابتن سباعي بيقول الا امبي ند مع النادي الآلي لا خالص خالص نهاردة امبي ما كانش نده خالص ذا النادي الآلي مسيطر ومستحوض حتى كان ند كابتن فروغ الشوت الاول في الربع ساعة في الربع ساعة ان هو بيمسك الكرة يسلم لكن ضيع اهداف ضيع اهداف لا ما ضيعش اهداف ايه خالص ما بقاش نده النادي الآلي النادي الآلي نحية التانية ضيعله بتاع ستة اهداف طيب كابتن فروغ عفر لا امبي ما كانش الاند ولا حاجه هل الاهلي تفوق بسبب ايه ده اللي حاول الكابتن زكريا ناصف يجاوب للكابتن فروغ عفر عليها اهههههههههههههههه kills Joy الاهلي كان عنده مستين يمكن مسلوب الاهلي في الباسنج ما تعملش النهاردة مش بحتاج يعمله سهل اوصل للتمنتاشر عمله ليه فبقى التمريرتين ثلاثة بخش تمنتاشر ولعبها بالبعب بالحسب انفراع خالص خالص ليه لان امبي كان فائد جزء كبير اوي طوال مباراة على فكرة جزء كبير اوي في تقارب من خطوط كان فيه جاب كبير اوي بين خطوط وبين بعضها فساب المساحات اللي الاهلي استغلها استغلها بحكتين استغلها بالسرعة وهنا بقصد السرعة قبل ما تكون السرعة في الجاري السرعة في اتخاذ القرار اللعيبة محضرة القرار قبل ما بتيجي الكورة الوان تو بيتعمل في مساحة بقرار من اللعيبة سرعة جدا وبالتالي عندي مساحة فهلعب فيها بسرعة الجزء الثاني غير السرعة في القرار والسرعة في الجاري ان الكورة في المساحات التمرير بتاعها متقن فيه دقة اني بحطها في المساحة دي بتروح زي جول اجايه كده مش محتاجة الوان تاتش واجايه واخد القرار قبل ما يروح للكورة انه هلعبها وان تاتش يبقى هنا فيه سرعة في اتخاذ القرار للعيبة وفيه دقة في التمرير في المساحات للعيبة نسبة تركيز عالية جدا من اللعيبة النهاردة للعيبة النادي الاهلي التفاوق كله فيه تركيز والتزام وهدف محدد للعيبة النادي الاهلي انهم خلصوا الجيل الكابتن زكريا يتحدث ان الاهلي هو الذي فرض اسلوبه وخلى انبي يلعبوا الطريقة دي والاستحواس كان برغبة الاهلي اللي هو النقل الكتير في الشوت الثاني بتاع انبي لكن كان نقلا مثل كرة القدم يعني وكانها كرة قدم يعني لم يؤدي الى اي فعالية ولم يؤدي الى اي خطورة عن نادي الاهلي ولكن الكابتن حسن مستكاوي بقى هتسمعوا رأي بيؤكد كلامي يعني انا وانا بقى رأي كده الكابتن حسن مستكاوي قال ايه الاستاذ حسن مستكاوي اسمعوا الاول المهاردة هو الاهلي مكسبش اربعة عشان الانبي يوحش لا عشان الاهلي كويس جدا الاهلي فرقة بتلعب كرة جماعية الاهلي هقول حاجة صعبة شوية يعني في التعبير الكرة بتاعته التاميرات كلها للمستقبل مستقبل في المكان يعني كلها الادام يعني كلها تقريبا تقريبا وخصوصا الاربعة المهاجمين بتاع الاهلي الباس بيبقى يعني ايه في مساحة قدام الزميل مش في ظهره مش بعيدة عنه فيه احساس وتفاهم وانسجام وحفظ البعض الاربعة دول فلما يجي يعمل التمريرة بيتدهله في المكان اللي هو هيكون فيه المسألة بتفرق اجزاء من الثانية ده الانفردات كلها بالشكل ده تقريبا التمريرة بتبقى قدام الزميل بتبقى يعني يعني انت عارف الجن بتاع ميسي في بلانسي في الدول الاسباني كرة الده الخردي ألبم من يعني فيه اربعة بيجروا قدام وهو لاعب واحدة الناس تقول لك هو شافه ازاي هو ده هو ده ده ميزة مهمة جدا في تمريرات النادي الآهل اللي هي في الجزء الهجومي انما هو انبي مخصرش عشان هو وحش لا عشان هو لعب بطريقة ما ينفعش تلعب بيها قدام الاهلي ما تنفعش تلعب في سيد الجيم قدام الاهلي ما ينفعش كمان تلعب على الديها قدام الاهلي لان الاهلي ده حصل مع الزمالك بس الزمالك ورجاء كان كذا شطر اول كله تقريبا على الدايرة بس الزمالك ما يدرش يستفيد من الفدان اللي ورا الدايرة بتاعه الرجائي بزبط لكن الاهلي لا بيستفيد وده فرق مهم جدا فما تضغطش الملعب الاهلي لانك مش هتقدر على حاجتين سرعة لعبت الاهلي ومهارات الرباع الهجومي في التحرك وفي التمرير ده مش هتقدر عليه طيب ده رأي كابتن حسن المستكاوي في ختام هذه الجولة التحليلية اللي انا اعتقد عرفته من خلال حضراته بس لان نأكد عن نقط معلش انا عارف انك انت عايز تاخد تليفون رجب بس رجب حينبسطه احنا بنتكلم على هذا الرأي الفني الرأي الفني ده بيقول ما هو ما الاهلي مكسبش اربعة عشان نقيم في وحش هو كسب اربعة لانه هو كوي ومحدش يقدر يلعب بالطريقة دي مع النادي الاهلي لان الاهلي سرعته هائلة وده اللي كان واضح جدا اذاره طلقه باكا طلقه في سرعات في النادي الاهلي وسرعة التمرين بين اجاييه وعبدالله السعيد بتعود سرعة العدو احيانا الكرة وكرة اسرع من العب دائما الوان تو هات والوان تو سري اللي بتتعمل في الملعب وبتتكرر مرة واثنين وثلاثة وجمل محفوظة تشعر ان السنائية اللي بين اجاييه وعبدالله السعيد هي سنائية حقيقية فايضا انت لازم تعطي الاهلي يعني انا بدأت دلوقتي حسا ما تيجي تقول لي ايه هو الاهلي محتاج فرودة الاهلي محتاج ان اللي عندنا يده افضل حاجة عنده لو عملوا كده حدوبقى فرقة مرعبة لان السرعات يا استاذ ابراهيم دلوقتي يا كرة القدم محمد صلاح مدوخ اللي عالم بايه بسرعته فالنهاردة لما يبقى عندك هذه السرعات وكمان حسن انهاء الهجمة او التأكيد عليها او امتى تلعبها لزميلك وامتى تخلصها دي خبرة وحتيجي فرقة الاهلي انا متفاقل بمستقبلة بإذن الله ممكن سرعة تلبية للتليفونات ناخده الستاذ رجب بقى رضا رجب رضا من البحيرة رضا ولا رجب انا الاول بمس على سيد ابراهيم المليسي اهلا بيك يا سيد رضا تفضل انا يا فاند هو بمس على بقى الاسطورة بتاعتنا الكابتن عدل الوقيائي تفضل تفضل يا سيد رضا لا بقى يا كابتن عدل انت بجد انت انت اسطورة احنا لو بعيدنا كابتن عدل يقول لك تمثال جنب تمثال فلح سليس يا الله مؤكد يستحق كل المتادير انت 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 ابكتنا بجد ابكتنا ما شخصيا يوم اليوم الجامعة العمومية وانت وانت ماشي في وسط تمام تمام خلاص 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 سبك بالتفاصيل ان شاء الله اعتقد اعتقد ان قد يعني ربنا يحن علي انا شخصيا ان شاء الله واشوف البداية البداية ديك الصحة طول توقع معنا محمد ايه محمد المرصفاو من اسكندرية السلام عليكم السلام الرحمة الله السلام الرحمة الله اهلا بك يا سبحان الله الله يخلي حضرتك يا الله النبي بالراحة علينا دي حقيقة دي حقكم على كل واحد اهلاوي الحمد الله هذا يشعرنا المسئولية والله يا جماعة جامدة جدا الحمد لله 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 حمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله المترجم لل فقه و يدخل anywhere . او يدخلو الشرط و والد الله . إبعال كان عامل تفيخ أنا مكبر فييه عامل مرافعي . ف می رهب بعمل ش�or . تمل أن ياخد فرصته ب والد له . هذا هو أستطيع عمد كما هل animals . نخرج الفراصل يا جماعة و بعدين اريد سنجد مع المنتخب . اهلا بحضراتكم من جديد والحقيقة يعني احنا مقدرين تهافت حضراتكم على الاتصال وبرضو مقدرين تماما ان انتو عندوك الرغبة في التعبير عن مشاعركو بنحاول بقدر الامكان نحد من الكلام عن الانتخابات بنحاول نخلي الناس خلاص التمريكات وصلت والتهاني وصلت ومشاعركو الجميلة جدا وصلت وكل الناس تأكدت انه لم في الصالة ابدا بين الجمعية العمومية كأعضاء في النادي وبين جماهير الاهل كقاعدة شعبية كبيرة جدا طول عمرها الجمعية بتعبر عن قراء الجمعير وعمره ما حد اعتقد انه فيه فاصل وعلى فارق بين الاثنين عشان كده تهفوتكم على الاتصال بينا ورغبتكم في ابداء وجهات نظاركم وبنقيمها جدا حتى لو على حساب فقرات البرنامج طول عمر ملك وكتابة من اول لحظة بدأ فيها وهو برنامج صوت الجماهير الاهلوية معانا على الهاتف محمد سمير من الاهلية اتفضل يا محمد وعليكم السلام يا عمر رحمة الله أستاذ عدلي يا سيد إبراهيم اتفضل يا عبيب أهلا بيك نساء الخير عليكم نساء نور يا عبيب حضرتك فيه سؤالة ما عايزة أسأله لأستاذ عمر القيهي اتفضل احنا بنحبك لا كابتن ايو كده يا حرجو يا عم اولا انت بتحبوني دي معلومة انا ممتنة لها ليه بقى انت اللي تقول لي لا لا احنا بنحبك حب جنب ده وكابتن والله الحمد لله حبيبي ربنا دي من المعروف يا رب انا اتصلت يوم البرنامج بتاع حضرتك رجع بعد التوقف الطويل كنت في ليلة دي كنت من المتصرين اللي سعيدهم الحظ كنت اول مرة اعمل مداخلة يعني فاعملت مداخلة مع حضرتك طيب الحمد لله انك بتعرف تتواصل معنا امين يا رب طيب حضرتك فيه عدة نقطة عايزة اتكلم فيها حضرتك بالنسبة لنادل آلي احنا طبعا يعني مش عايز اقول حضرتك جمهور نادل آلي في ده اللي اعمل ازاي يعني في المنصورة جمهور نادل آلي جمهور كبير جدا يعني تمام فعايزين نستخدم من حب الجمهور في بناء الاستاذ بتاع النادي اه ليه ما نلعبش على الحتة دي والحتة دي نحطها لو عندك افكار ابعتها لنا ونطرح طيب اه 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 ماشي ما فيش مشكلة طب تاني حاجة تاني حاجة اه عايزين ان شاء الله نشوف القناة النادي الاهلي ما تبقاش محسوبة على اي مجلس يعني مش عايزين اللي حصل في الفترة التانية الفترة اللي عدة حلاص رأيك مفهوم ووسط وواضح وده يعني محل اه تبقى ده المفروض اه اتفضل محمد محمد ابراهيم من صهاج مساء الخير يا فاندي اهلا مساء الخير يا بحمد مساء نور انا سعيد جدا بكلم حضرتك واني احب البش مهندس على القيع في الله الحمد لله الحمد لله يستحق كل الحب فضل ربنا يخليك انت راجل جميل ربنا يخليك يا فاندي ربنا يخليك بنبارك البش مهند الكابتن الخطيب والاهلي دايما ان شاء الله في امان بير قالوا وبالبش مهندس على القيعي والاستاذ ابراهيم وربنا يبارك فيكم للاهلي دايما ان شاء الله ودمتم رجاله شكرا للمحمد عبدالله عن دعوات الصالحة نشكرك معانا عبدالوهاب من القاهرة تفضل يا سيد عبهاب عبدالوهاب توفيق شهيب من القاهرة عن شام اهلا بيك يا سيد عبهاب اهو كده عبدالوهاب توفيق شهيب اه من عن شام يعني الرجل تفضل يا سيد عبهاب اه تمام كده تفضل اه باشا انا مع حضرتك تفضل يا حبيب تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله ازاك باش مهندس عدلي الحمد لله اهلا بيك ازاك يا سيد عبهاب ازاك حضرتك اهلا بيك يا سيد عبهاب تفضل مبروك للنادي الاهلي الف مبروك الله يباريك فيك يا باشا وانا اللي هي ملاحظة اتمنى ان يعني الاستاذ الكابتن حسام البادري يعني ياخدها في الاعتبار مهم تفضل اه يعني حضرتك المفروض الاحمد الشيخ ده كان هداف الدوري السنة اللي فاتت فالمفروض يدي له مساحة اكبر عشان هو عنده موهبة جندة جدا يريد يعني الاهل يالسفيد منها حاضر سامح هو سامح كلامك دلوقتي ايه وهو تأكد كابتن حسام بيعمل افضل شيء للفريق اه يريد وضعه ميا شكرا شكرا كثيرا برضو بنقدر اتصالات الاصدقاء الاعزاء في رابطة محب الاهلي في فلسطين رابطة محب وعشاق الاهلي الاصدقاء الاعزاء على خالد وقسام عمر وضياء وخليل وكل الاخوة الاشقاء اللي قالين علينا جدا في غزة الحقيقة كنا نتمنى ان الاتصالات تسمح ان احنا نقدر نتواصل معاك ولكن اعزرونا لضغط هذه المباراية الاتصالات معانا مكالمة مرعي عبدالله من قطر تفضل يا سيد مرعي الوصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله احنا بمسال احضرتك الاول وعبدالله من قطر عدلي واشترا فينا ان احنا نعمل مداخلة مع احضرتك اه مبارك لكابتل محمود الخفيف ومبارك للنادي الاهلي ونرجو خلال الفترة الفاتبة نفعل الفترة القدمة نفعل نجد الكرة تاني ونحسن اختيارات اللاعيدة اللي تكون على مستوى النادي الاهلي ان شاء الله نستغل اللاعيدة اللي يتيجي يتلعب للنادي الاهلي مش اي حاج اللي يلبط اللي تكون اللي تكون تمام اه ده شيء الشيء الثاني اه ارجو اه ان احنا نستغل اللي هي البطلات الخاصة بالنادي الاهلي والانجازات الخاصة بيه وليه ما نعملش ان هو يكون اللي هو مدحف خاصة البطلات المدحف المدروس دراسة كاملة مشروع انا شفته عند المهندس عدلي واعتقد ان المدلس معني بتنفيذه باذن الله شكرا انا استاذ مرعي احمد محمد من اسوان استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ازيل حالة استاذ مرعي الله يخليك استاذ محمد استاذ مرعي اهلا بيك استاذ احمد فضل نعملين يا باشا كله تمام والله انا من ثلاث ايام كده واربع ايام ايوه ايوه في عمود بدون مجاملة اه الاستاذ محمود معروف طبعا الاستاذ الكبير محمود معروف ام كاتب اه بيقول ازعلان من كلمة اه الاهل فوق الجميع امم واخد بعد حضرتك امم فكلمة الاهل فوق الجميع احنا نقصد بيها اني فوق الجميع الاندية سواء المصرية او الافريقية لا 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 مش مقصود كده نقصد بيها جميع ابناؤه الاهل فوق جميع ابناؤه ومصلحته هي اهم من مصلح اولاده وهو الاستاذ محمود معروف عارف كده يعني اه تمام هو كاتب الاهلي من تحت خالص لاهل فوق رؤوسكم انتو محوط صح هو فوق رؤوسنا احنا فعلا ايه ايه اقول للاستاذ محمود ايه بريد انت يعني ايه المشكلة هو فعلا فوق رؤوسنا احنا محدش قال له انه فوق رأس الاستاذ محمود معروف اطلاقا يعني صلاح الدين محمد بالقاهرة ايه فضل صلاح سلام عليكم سلام يا مطلع لو سمحت استاذ الاستاذ استاذ استاذ البدري ليه ليه مموت عماد متعب طيب اه عماد متعب اه حاج بموت عماد بفضل حاجة تانية لا فسحة طبعا يا حبيب احمد فتحي ادي اهلية ده اخر تليفون معنا عليكم السلام متفضل مؤقتا اه 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 ايه ايه انا بيكا والسيه احمد اتفضل اه بشمنت عدلي اتفضل يا حبيب انا بس هتكلم في نقطة عشان مطولش عليكم راضا اه بالنسبة للنقطة الاولى بالنسبة للستاذ الاهلي اه ممكن ممكن تعمله عاجة زي طبعا هو المشروع للستاذ هيتمول مش كده اه طبعا اه طيب ليه ما الجمهور الاهلي ما يمولش المشروع كله والله يعني اصل تجارب تمويل الجماهير ما بيقدرش يجمع التمويل المطلوب ضخم جدا جدا يعني ما انت جمهور الاهلي ضخم جدا ما هو جمهوره ضخمه وعلى فكرة يعني اللي عنده فكرة يبعثها لنا انا بتكلم على اساس ان جمهور الاهلي هو يدعم يدعم المشروع كله ان شاء الله ما هو جمهور جمهور الاهلي جمهور الاهلي لو كل واحد دفع ميت جنيه ها حنلم اكتر من مليار يعني يعني طب انت عد رك حلتها لا ان شاء الله انا واثق في جمهور الاهلي ممكن يمولوا مشروع كله ان شاء الله بإذن الله وفي نقطة تانية تطبحوا لي فضل اشكرك جدا جدا انت والبقاء الاستاذ إبراهيم على الحلقة بتاع سيوم اللي تنلفة شكرا جزيل لانها يعني غيرت مفاهيم كتير عند الناس كلها وبالذات ربنا خليك انسى بقى الانتخابات بقى لا انا بقولش انا والله ما بام والله العظيم احنا كلنا بنتكلم على احداث مش على افراد يعني طول عمرنا وده نهجي البرنامج نتعامل مع الحدث ومع القرار ومع القضية وليس مع الاشخاص ابدا شكرا لابتصالاتكم لكنه كمان الاسبوع اللي فات ده كان الحدث المهم جدا الحدث لكل الجمهير كانت بتترقبه يوم الجمعة الماضي ارى تكسل عالم مصر راح تكسل عالم بعد غيبة طويلة عندها امل بإذن الله تعالى تحقق حاجة في روسيا ايه اللي ممكن يحصل في روسيا الناس كلها كانت بتربط حتى التمني بتاعها بالقرار جاءت القرار في وجهة نظري هادية شوية بالنسبة للمنتخب المصري قرار تقدر تتكلم فيها ناس تقول لك متوازنة ناس تقول لك صعبة ناس تقول لك الصعب الممتنع وناس تقول لك الممتنع الصعب لكن في كل الاحوال مؤكد ان احنا افضل حالا من اللي بعدين لانه لما يكون باشواندس مصر في المجموعة الاولى معاها روسيا والأورجوي هتلاق يا أستاذ برايب أورجوي عندها احسن اتنين فرودة في العالم كويس ماشي كفاني وسوارس كويس بس المجموعة التانية المجموعة التانية لما ألاقي المغرب الشقيق واقع مع اسبانيا والبرتغال وإيران ليه البرتغال يعني هنلاقي المجموعة ديت اقوى من مجموعتنا بالتأكيد برغم ان هما هيصفوا مع بعض في دور الستاشر المجموعة التالتة فرنسا استراليا بيرو والدنمارك والمجموعة الرابعة الارجنتين وعيزلندا وكرواتيا ونيجيريا والخمسة فيها البرازيل وسويسرا وكوستاليكا والصربيا والمجموعة السادسة المجموعة والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية تونس لعبت في المجموعة السابعة معها بلجيكا وبانما وانجلترا بينما المجموعة التامنة المنتخب السنغال الممثل افريقيا ايضا لعب مع بولندا وكولومبيا واليابان كلها كلها مجموعة بصها السادس ابراهيم يا عزيزي ابراهيم ايجوة انا رؤيتي ان اي فرقة في اوروبا الفرقة متقربة جدا وخصوصا المستوى الاول ففي المستوى الاول انت ما تقع مع المستوى الاول في اي فرقة انت المستوى تالت اي فالعبرة بالمستوى التاني انا شايف ارجوي اقوى فرقة في المستوى التاني يعني انا بالنسبة لي ارجوي فرقة قوية جدا 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 لو عرفنا نفلت من فخ ارجوي عندنا امل بالتأكيد مصر زي ما انتم عرفتوا في قرعة الجدول البطولة هتفتتح بروسيا والسعودية كمان في نقطة ثانية معلش كرة القدم تجمع وتفرق انا اقولك الكلام اللي انا ما كنتش اتمنى كنت لا اتمنى اقعنا والسعودية وانه مصيرنا يبقى مصير مبني كل فرقة مصيرها او مصلحتها مبنية على مصير الاخرى الكرة بتعمل نوع من المشاكل ارجو احنا في احسن عصور العلاقة مع السعودية الان محتاجين بعض جدا جدا ارجو 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 ان لا تفسد كرة القدم ولا تخدش كرة القدم هذه العلاقة ولما بنقول احنا مع اشققنا يبقى بنعي هذا الكلام هم بيعوه واحنا بنعيه وما نعملهاش انها مسألة مش هتصنط مين دولة احسن من مين الله شاف اللقطة دي ماردونة مع بليه نقبل رأس بليه عقل ماردونة ما كبر لقطة فيها نجوم يعني شديدة الدفء والحمائية والحمائية احسن انتنلعبها في التاريخ وبوتن معاهم كمان يعني لا بوتن احنا ملنا البوتن وبوتن بتقولي بوتن معاهم بوتن بتزيني في الصورة بوتن عليهم لا بوتن بتزيني في الصورة دي كرة انما طبعا هي دي لقطة بتقول ان ماردونة بيقولي بليه انت استاذي وانت مسألة وانت يعني دي كلام هو ده معنى الرياضة يعني كلام جميل الحقيقة النقطة اللي انت اشرت لها يعني نقطة مهمة جدا انوا عايزين يا جماعة ياريت المسؤولين عن الرياضة في البلدين يمكن تورك الشيخ رئيس الامان العام للرياضة في السعودية بمثابة وزير الرياضة في السعودية مع التحاد المصري مع وزارة وزارة الشباب والرياضة يبقى فيه ما يشبه مساق الشرف الاعلام الرياضي دلوقت في التعامل مع هذا الحدث ارجو الاعلامين ارتقوا الى الحدث ده الاعلام بيولى حنار لو احنا هندخل احنا والسعودية بخلفية بطولة القرات وما حدث فيها في المكسيك لا هنجني ثمار غير مواتية بالمرة لا وقد تكون مبارتك مع السعودية لا حتى اجواء هي في ختام المجموعة لكنه حتى في اجواء الاستعدادات حتى في التعليق على ان احنا كويس وقعنا معهم ولا هم كويس النموع معنا بل بالعكس اتمنى مزيد من التقارب بسبب هذه القرعة لازم ننتبه لخطورة الموقف اعلاميا لازم نتعامل معه بحساسية واهتبام خاص جدا علاقة مصر والسعودية الان في افضل حالاتها ويا رب يديمها دائما ويعتبر ان احنا بنكمل معه لان كلاهما يحتاج الاخر بالتأكيد فنتمنى من الاعلام الرياضي ان يعي دوره جيدا في هذه المسألة السعودية هتلعب ضربة البداية في المنديال هتكون مع روسيا ودي هتبقى يوم خميس 14 يونيو هتبقى المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة مصر هتلعب كابت ان زكريا كان قصار نقطة كان بيتمنى ان مصر تلعب ضربة البداية في الافتتاح مع روسيا على اساس ان حم البداية دائما بتأتي بالمفاجآت وعلى اساس انه مش شايف روسيا في عنفوانها وكان هتمنى ان احنا نبقى منو جيش الارجوي في اول مباراة انت تشاطره الرأي ولا شوف خضت الافتتاح عايزة خبرات يعني عشان فريق يلعب ضربة البداية في افتتاح حدث هو غايب عنه بقى له سنين طويلة جدا بلل الاجيال اللي هتلعب دائما فيهم ناس كتيرة ما شافتش مصر وهي في كاس العالم اصلا يعني حتى 90 في ناس ما توعاش عليها كانت لكنه ان احنا نلعب مع الارجوي اه ممكن تكون بداية بالنسباننا تقيلة شوية يمكن كان الافضل لو بدأنا مع السعودية لكن في النهاية ما هو ده قدر ومحسوم انت معاك ثلاث فره هتلعبه واللي مش هتلعبه اول مباراة هتلعبه في الجولة التانية هو الافضل انك تبقي مع السعودية عشان الحساسية لا مش كده بس سيبك من انا احب فني كنت هتبقى اقل الاضرار ما فيش حسابات كتيرة ما فيش حسابات لسه خالص مش موجودة واخد بالك فانت اي نتيجة الفريق الاخر يتحملها يتدركها في مباراة تحديد مصير هو دي المخوف منه هنلعب احنا مع الارجوي مباراتنا هتبقى يوم الجمعة 15 يونيو وهتبقى الساعة 2 الضهر دي مسألة برضو ناس كتيرة كانت مهتمة تعرف توقيتات المباريات الجولة التانية مصر هتلعب ضد روسيا والمباراة هتبقى يوم 3 يعني هنلعب جمعة و 3 هنلعب الثلاث هتبقى 19 يونيو المباراة هتبقى 8 مساء يعني مرة الساعة 2 الضهر مرة الساعة 5 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة مباراتنا مع روسيا والسعودية هتلعب مع الارجوي يوم الاربع عشرين يونيا هتبقى الساعة خمسة مساء الجولة التالتة مصر والسعودية هتبقى يوم الاثنين خمسة وعشرين يونيا ودي هتبقى الساعة اربعة العصر بينما روسيا هتلعب الارجوي في نفس اليوم بس هتبقى الساعة اربعة ايضا في توقيت القائرة مباريات الجولة الاخيرة تمالي بتبقى في توقيت واحد احنا هنلعب فيما لو قدر لنا بإذن الله تعالى رب نكمل هنلعب في تصفياتنا مع المجموعة الثانية اللي فيها المغرب مباريات المنتخب المغربي اللي ويع في المجموعة الثانية مع أسبانيا والبرتغال وإيران يعني المجموعة الأولى اللي حيعدوا حيعدوا مع المجموعة الثانية هي كده المغرب وإيران ساعة 5 مساء هتبقى يوم 15 المغرب وإيران 5 مساء والمغرب هتلعب البرتغال يوم عشرين ستة الساعة تمانية مساء ويوم خمسة وعشرين ستة المغرب وأسبانيا الساعة تمانية مساء المنتخب التونسي زي ما انتم حضراتكم عرفتوا قرعته هيلعب مع بلجيكا وإنجلترا وبانما هكتور كوبر الأرجنتيني الموديل الفني للمنتخب الوطني قال بعد القرعة احنا جايين عشان نكسب وقال ان انا محدش يكلمني على اللعب الجيد ويكلمني على المستويات الجمالية احنا جايين روسيا ان شاء الله بهدف الفوز وقال لفوكس سبورت جئنا للفوز ولا يهم اللعب الجيد وقال ستجدون المنتخب المصري قويا ومن يقول ان هناك مجموعة سهلة في المنديال فهو مخطئ كل المجموعات صعبة ده رأي هكتور كوبر احمد حسين ميدو قال مجموعة لا استني بس هنتوقف عد كلام انت بتجري ده كلام المدرد بتاعنا اما يجي وقول لك محدش سياني على اللعب الجيد شو فرق بين اللعب الجيد واللعب الجميل لا حسبك على اللعب الجيد طبعا اللعب الجيد يعني اللعب السليم اللي يوصلك الى تحقيق الاهدار لكن اللعب الجميل اللي ربما يعرضك لمخاطر يعني احنا لسه كنا بنعتب على الكابتن يهاب انه بحاول يلعب لعب جميل على حساب التأمين الدفاع طب ممكن يا سيدك سؤالي ممكن حتى لما بنتأهل وبنحق المكسب بدون لعب يقنع الناس بنقدر نلعب كرة حلوة يقولك واحنا كنا خدنا ايه من اللعب الحلو واحنا من امتى لعبنا حلو وكسبنا لا لا حتى اللعب الحلو بالمعنى الفن الجميل احنا لعبنا في كأس للأمم الافريقية في 2008 وانا كنت هناك في غانا اجمل وامتع كرة تتلعب عملنا عروض قوية جدا وكسبنا البطولة رحنا القرات طب انت في القرات عملت عروض رائعة جدا تتعادل مع البرازيل وتكسب ايطاليا بكرة اكتسبت بيها احترام العالم كله اذا يا جماعة محاولة فرض ان اللعب الكويس عكس النتيجة ده كلام مش ممتاز لا هو ده اللي غلط يعني عدم الربط بين اللعب الجايد وقدي الى الهزيمة مش الجايد الجميل يعني لكن خلينا برضو نفهم ان الكرة بقت سرعة وصلابة وتكتك وانضباط كويس في النص في جماليات لما يكون عندك لعبة تعمل جماليات لكن انا مش عايز سيركي بس عايز يبقى فيه طموح هجومي اكتر فيه حريات للعيبة بالضبط قليلا تحدث الابداع يعني هو رمضان صبحي وتريزي يعني احنا هنبدل نستخدم سرعات محمد صلاح فقط لا لأ عندك على الطرف الاخر فيه سرعات هيلة جدا عند تريزي وعند رمضان لا رمضان مهارة عالية سيب الناس يتبدع بعض الشيء نعيز لك الحاجة ما احنا على سبيل المثال ما حدث في ايطاليا تسعين اللي انت اكتسبت بيه احترام الناس اللي اتفرجت على مطشك مع هولندا خسرته في موراتك مع هولندا معلش بقى وحتى خسر العالم قررت حتى خسر حد المدردين خسرنا اطاليا وخسرنا لو خسرت من امريكا واحد او اتنين كنت انت اللعبت فينال ايوة لا انا اقصد يعني انت رايح كاس العالم عشان تقدم كورة بلادك بشكل كويس مش علشان يعني نروح نقول نقدر نتقاهل طبعا نلعب كورة محترمة نقنع الناس بقدراتنا ده قانون كورة القدم ولما نتقاهلي بكواس اوي قانون كورة القدم اتغير عشان مباراتنا مع ايرلندا اه اتمنع ترديع الكورة لجون زهقنا الناس والراجل بقى جاكي شالتوني تحت ها هلأ جيت قال له يا عمي هجبني هات في يا جون اعمل اي حاجة بس حسسني ان دي كورة همان تاخدوا كورة ترجعها همان تاخدوا فانا اصد كده يعني حتى فكرة الدعاية السلبية اللي انت ممكن تتخيل ان انت بتحقق بنت هجيب لك من الاخر اه اكسب الاحترام قبل اي شيء قبل ما تكسب المباراة هو ده 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 كان سؤالي اه احنا راحين ليه راحين نقدم كورة بلدنا في شكل كويس ماشي كورة بلدنا ده برنامج ده كويس يعني يعني الكورة المصرية اه اخدالك نقدم صورة كويسة عن الكورة المصرية خاصة اننا عندنا افراد ما شاء الله التعديل التاني ده احسن مش راحين نقدم الكورة المصرية راحين نقدم صورة جيدة عن الكورة المصرية لان لو قدمت الكورة المصرية سلملي عليك هالروح في داخل ميدو قال هي مجموعة متوسطة لكن معقدة شوية وحزم امام طبعا عشان الرجل عضو في اتحاد الكورة شاف ان هي قرع ليست سهلة اي مسؤول في اتحاد الكورة لو سألته هيقولك مش سهلة خالص هو لازم ينفي عن نفسه وهي سهلة يا براه لا هي مش سهلة لكنها مهياش انتحارية مش انتحارية يعني انت حارية يعني انت لما لما تلعب ارجوهي زي ما تلعب البرازيل انت فاكر يعني فيه فرق كبير يعني البرازيل يعني بتتفسح قدام ارجوهي وقدام كولوميا تقول لما تلعب السعودية يا سيدي ابوخ ماتش ايه رج بقى لانه الفرق المقفول التاكتكية كده نحن نلعب في المجموعة الوحدين ما انت عايزين ايه والماتش صعب ماتشات صعبة كلها وعلى فكرة كان لازم النوع الوحدين في المجموعة الوحدة والله العظيم تلاتة اصعب ماتشات اللي فيها انتديه اه انما الفرق اللي هي بتاكي اصد الفرق اللي بتلعبك بمزاج هجومي بتديلك مساحات وتحتمل المفاجئة طيب المنتخب السعودي بيعتمد بشكل كبير جدا على اللعيبة المحلية ما عندهمش احتراف خارجي يسمح بكده ما فيش اي لعب محترف عندهم عندهم الاندية الكبيرة جدا الهلال والاهلي والنصر اصحاب نصيب الاسد من اللعيبة الدوليين دي اخر مباراة للسعودية مع البرتغال مباراة والدية المنتخب السعودي بيضم في تشكلته وليد عبدالله الحارس الاساسي للمنتخب سنه 31 سنة وبيلعب مع النصر مع اخونا حسام غالي خد 71 مباراة دولية فيه كلمة مهمة عاديين نحللها ان فريق السعودية ما فيهمش محترفين ليس لضعف اللاعبين هم بيتمسكوا بالاحتراف في الداخل ما انا هقول لك ده رأيك بس انا عندي رأي تاني اهم قول هو اللعيب برا اللعيب عايز يحترف برا ليه عشان الفلوس ما تقوليش بقى انه هو فلما عندهمش هما دوافع مادية فلوس ايه ده هو ما فيك تاخد من عندهم اه الفلوس اللي في السعودية اكتر من اي حتة هو مكتفي يعني هو لما جيله عرض حاجيله اقل بالتأكيد من اللي حياخده في السعودية فدي مش لان ما فيش لعبة تستاهل الاحتراف ما فيش دوافع للاحتراف عنده في الخط الدفاع عنده اسامة هساوي قائد المنتخب السعودي تلاتة وتلاتين سنة لعب الهلال هو من اكتر اللعيبة خوضة للمباراة في الجيل الحالي عنده مية تسعة وعشرين مباراة سجل سبع اهداف عمر هساوي يبلغ من العمر اتنين وثلاتين سنة فريق النصر ايضا منصور الحريبي زهير ايصر يعني في اتنين هساوي في اتنين هساوي لا يبلغ من العمر تلاتين سنة أسامة وعمر اهو عمر واسامة اه اخوات دول ولا زهير ايصر منصور الحرب هو زهير ايصر المنتخب سنه تلاتين سنة بيلعب في اهل جدة خادر باعة وتلاتين مباراة دولية سجل هدف وحيد وياسر الشهراني عنده خمسة وتلاتين سنة بيلعب في الهلال لعب تسعة وعشرين مباراة واضح جدا معظم الاعمار فوق التلاتين يعني عندهم خبرات عالية في نص الملعب عندهم نواف العابد وتيسير الجاسم ويبلغ من العمر تلاتة وتلاتين سنة بيلعب في اهل جدة لعب مية اربعة وعشرين مباراة دولية وسجل سبعتاشر هدف ويحيى الشهري سبعة وعشرين سنة لعب نادي النصر ده بيلعب جنب حسام غالي لعب واحد وخمسين مباراة دولية وسجل خمس اهداف سلمان الفرج عنده تمانية وعشرين سنة لعب الهلال شارك في ستة وتلاتين مباراة دولية وسجل هدفين نواف العابد 27 سنة لعب نادي الهلال وخض 43 مباراة دولية وسجل 8 أهداف يا جماعة المنتخب السعودي عنصر الخبرة واضح جدا فيه سواء في عدد المباراة الدولية أو في السن المنتخب السعودي في الهجوم عنده محمد السهلاوي ده المهاجم الأشهر للأخضر بيبلغ 30 سنة ولعب بيلعب لفريق النص خض 33 مباراة وسجل 27 هدف وفهد المؤلد اللي عنده 23 سنة بيلعب لاتحاد جدة وخض 39 مباراة سجل فيها 9 أهداف سجل هدف تأهل الأخضر الشهير في شباك اليابان فهد المؤلد أبرز المهاجمين مع محمود كهرباء ده المنتخب السعودي يا باش مهندس متوسط السنة عالي شوية فيه خبرات لكن أكد حيقابلها قدرات بدنية أقل جريدة عقاز بتستشهد بمباراة القرات وصلطت الضوء على وقوع منتخبها مع المنتخب المصري وقالت صحيفة عقاز في تعليقها المرة الثالثة التي تجمع السعودية مع منتخب عربي بالإشارة إلى مباراتهم مع المنتخب المغربي في 94 وأيضا المنتخب التونسي في 2006 والمرة الثالثة ليهم مع مصر في كأس العالم استحضرت عقاز طبعا قصة مباراتهم مع منتخب مصر في 99 في كأس العالم للقرات التي انتهت بفوز السعودية وقتها 5-1 استجرار مثل هذه المباريات بس بردو الناس لازم تفهم أنه كنا بنلعب بتسع لعبين صحية حنشوف برضو ضمن أراء بعض النجوم الكرة المصرية حول الأرعة هل الأرعة سهلة أرعة متوسطة فرص المنتخب المصري فيها إيه نشوف الكابتن محمد فضل يتحدث لأونس بورت وفضل الحياة مكسب للتحليلات الرياضية ماشي بشكل جيد جدا وعند رؤية متميزة مصر في مجموعة روسيا والورجواي مصر في مجموعة روسيا والورجواي حاليا نعم طبعا يعني أحوالك على حاجة وإحنا عاديم بنتكلم وإحنا عاديم بنتكلم وكابتن زبير كان أعبيت كلام أنا أصلا قاعد بفكر وقول يا رب نقع في المجموعة الأولى فالحمد لله نحن قلنا كده بس أتمنى أن التصريف الثاني الكابتن زبير يتكلم فيه من أعصف منتخب من المنتخبات القوى لا خلاص خلوا الصفة الثانية كده أسبانيا خلصت أرجوية خلصت أرجوية صفة ثانية بالنسبة لكم احنا كده احنا احنا ان شاء الله كده كده الحمد للنهاي يا رب ان شاء الله يعني يعني تونس والمغرب وطبعا السعودية يبقى مع أن طبعا الموضوع خليدوا مننا يا حسن مع أن الموضوع قوي جد يعني خليدوا مننا يا حسن زبيري هن محمد فضلي يعني من هنا بالستوديو يعني أنا حمد في بداية شارتي يصمري يعني مكنتش تمنى ان احنا نعب منتخب عربي طبعا ولكن كأس عالم من محمد وزبير يعني اعتقد حاليا هي معلش كريم بدأ الجد حاليا الحمد لله معلش أنا كمصري أنا بقولك كمصري مجموعة بتاعتنا مجموعة يعني ممكن تكون أكتر مجموعة الحمد لله كويسة جدا جدا أول مبارك مصري ذات دور جواي سيداتي وسادتي لو جبت كوبر كابتن زبيري الكريم لو جبت كوبر وقلت له حط يعني حط أحسن سيناريو لي مش هيعرف حط السيناريو ده الحمد لله طبعا محمد الشيخ طيب عندنا بعد كده محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي يقول أن المتخب المصري تهل المنديال بعد فترة طويلة سيقدم كثيرا وأنه يضم عناصر قيدة يعني تعال نسمحها منه مجموعتنا منتخب المصري منتخب المصري يعني فلننتحدث عن المنتخب المصري الآن بصراحة المنتخب المصري تآهله لكأس العانب بعد فترة طويلة رح يقدر يقدم شيء خاصة أنه رح يكون أول لقاء لهم على الارواي شوف منتخب مصر تقدر تنظر له من جانبين الجانب الأول أنه منتخب يضم عناصر جيد يعني وعنده محترفين اليوم في أقوى الدوريات يكفي تكلم عن محمد صلاح اليوم هو هداف الدوري الإنجليزي مع لي فربو وتنظر لما الجانب الثاني أنه منتخب متعطش للحضور لكاس العالم غياب منذ العام 1990 الكل شغوف بالتواجد اللاعبين يعتبر الآن أكثر من جيل مرعا المنتخب المصري لم يصل لكاس العالم آخر جيل جيل مجد عبد الغني وجيل حساب حسن مرة أجال كانت تستحق جيل ميدو مثلا حققوا أكثر من كاس أفريقية ومع ذلك لم يصلوا لكاس العالم وبالتالي هذين الجانبين جانب وجود عناصر جيدة جانب هذا الشغف الموجود للشارع المصري بالعموم أن يتواجد في كاس العالم هذا يدفع لحضور قوي حضور فني وحضور نفسي وبالتالي أيضا نحن لما نقول المجموعة متوازنة وأن تمنينا والأمنية ليست لأنه منتخب ضعيف الأمنية أن يعبر منتخب عربي ليس لأنه منتخب السعوري ضعيف في مقابل مصر وانت تعرف خصوصية المواجهة الفرصة ستكون مواتية أن يعبر منتخب عربي ولو على حساب منتخب عربي طيب نشوف بقى رأي تونسي مهم نشوف رأي زبير بايا النجم التونسي الكبير رأيه إيه في أنه فرقتين عربيتين يقعوا مع بعض في مجموعة واحدة هل ده يخدم الاثنين ولا صعب على الاثنين رأيك في تواجد المملكة المعربية السعودية ومصر في المجموعة الأولى مع روسيا ورقوا ورقواي شوف كريم كل واقعية نقول أنه مع بكس عالم صعب لازمها شغل كبير ولازمها تعامل مع جدول المباريات أنا أعتقد منتخبين عربيين في نفس المجموعة يصعب الوضع تعرف دايما تكون عندنا حساسية في التعامل مع هذه الوضعيات مع هذه المباريات نشوف منتخب روسيا نعرف الوروغوي وكي ولكن منتخب روسيا بلد المنظم ولغز بعد يعني عرفت مش واضح المنتخب صحيح مفيش الموهبة الكبيرة ولكن دايما يقدروا يعطيوك ناس بدنيا ومهاريا مع الدفعا البلد المنظم كذا كذا ممكن يضايقونها كثير ولكن نشوفها صعبة جدا مصر ستلعب المباريات الأولى مع الوروغوي ثم مع روسيا من بعد ستلعب مع السعودية الدخول في كاس العالم أهم شيء في المرحلة هذه خلنا في نحن اليوم أول مباراة هذه الوروغوي بالنسبة لمصر مهمة جدا نقول ما نقول لش نفوز بهذه المباراة نقول ما نخسر هذه المباراة أنا ما نخسر هذه المباراة تبقى دايما عندي فرصة كبيرة أن نكون نعمل كاس عالم جيدة نعمل كاس عالم جيدة نولي نفكر فين نمشي للدور الثاني ولكن خلنا ندخل في كاس العالم دخلة في المستوى لأنه بطولة عندها معطياتها الخاصة الفورما متاع البطولة أنك تجي في جو وأجوع بطولة غير عن التصفيات يصير تقطع لا الفورما اللي تدخل بها المباراة الأولى أنا أعتقد والتشكيل اللي بتدخل بها المباراة الأولى هي اللي بتكمل بها بطولة مع أقصر حالات تغيير 2-3 ولكن اللي بشتبدأ به هو اللي تكمل بها البطولة وهذه الخاصية اللي صعبة جدا إن شاء الله التحذيرات تكون في المستوى يعني هو واضح أن المتطفق معي في الرأي أن وجود منتخبين عربيين تحديدا مصر السعودية أمر صعب خاصة أن ترتيب المباراة هو اللقاء الثالث سيكون أخير يعني فطبعا سيكون لقاء حاسم في موقف الفريقين فحيبقى مليء بالصراع والحساسيات نرجو أن احنا بكل الأمور نتجاهز هذا الأمر ولكن قبل ما نسيبكم معزيني النواة دي عايزيني نعرف مدارب روسيا كيف أرى المجموعة دي هو قال إن أهم حاجة أن أنا مش مع أسبانيا هو طبعا عمره ما حيكون مع أسبانيا لأن دي يعني تصليف أول إذا حيكون هو أسبانيا في مجموعة واحد ولكن قال يعني مش معنى كده إن إحنا الفرق التانية سهلة لما نشوف إن أرجوي فيها كفاني وإيدنسون إيدنسون كفاني ولويس سوارس أسماء كبيرة ولكن أيضا مصر فيها شوفوا بقى الجمال بقى محمد صلاح اعتبر صلاح من كبار نجوم المجموعة إذا عندما يعطيك اللعبة هذه القيمة هو ده الفخر ليه نوليه أعتقد يا سيد إبراهيم إن إحنا علينا أن نفرط لا في التشاؤم ولا في التفاؤل ونشوف إن استعدادنا بس يكون جيد محترم أيوة يعني لازم نلعب ماتشات قوية جدا حتى لو اقتضى الأمر إن إحنا يعني الدوري ده أو كاس يضح به لأن فيه المسألة دلوقتي مش زار وكمان أنا عايز كوبر ما يقفلش السكة على العدد اللي خط بيه تصفيات لأن فيه عمالة لعيبة تطلع أيه يعني الدوري عمال يفرز لك لعيبة فإذا كنت أنت جاد في أنك تشوف مواهب جديدة ما تديه فرصة في المبارات اللي دية اللي أنت حتلعبها يعني أرجو إن إحنا يعني هو عايز أربع فرق وحددهم إحنا محتاجين كمان أربع فرق متوسطة وجد نظر يعني التي التي لها قيمة قد يكون لها أي اعتبار إن أنا محتاج ماتشات برضو تخليني أدفع بعناصر جديدة ما بضلش أسير بالتأكيد فأنا يعني أرجو أرجو هذا أنا بس إزعلان على واحد زي صالح جمعة بيفرط في فرصة العمر أن يكون في هذا المنديل لعب إذا أراد أن يكون دا استجابة للرأي لحد من المشاجعين إذا أراد أن يكون أساسي في منتخب مصر في إيده بس بوابته حتكون مين إنه دي الأهلي أوعة تفتكر يا صالح إنك تستطيع إنك تناك في الأهلي أو تزهقه أو تتصرف على مزهجك وحيبقى لك أي مكان في المتخب مصر إرجع يا صالح زي ما قلت أنا باعتذر أنت كوني شخص تعتذر يعني إزهين اعتذرات بقى يعني وريني حاجة ألف مبروك للنادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي لمستقبل وقيمة وصورة النادي الأهلي الذي أثبت أنه المعلم ليس أول المعلم وليس عظيما لأنه يفوز ولكنه يفوز لأنه عظيم أعظمة النادي الأهلي تجلت في أعظمة جمعاته العمومية وتلاحم جميع أيرو والمشهد الرائع اللي شفنا يوم الخميس الماضي دمتم للأهلي دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله ونعمل ختام زين النوادي صحية وقلاله صحية وقلاله أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي لله أيامك الغرأم الشرطات تذهع على جمعك فيها وأحادي سجلت فيها من الأمجاد مخارة عزت على كل أعزاز وإنجادي عزت على كل أعزاز وإنجادي خمسون عامة خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وأباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد موسيقى جمعت شم لبني مصر وجيغته موسيقى في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مش عالانا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلقابا أم وزور حبيل كما التقى فيه أباء بأحفادي عاشت رحاب كابل أرجعي شاسعة موسيقى لساكني مصر بلنا تطادي سحيتك وجلالت أيها النادي فأنت زالين من ودي حليت المرب اشتركوا في القناة